موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سئر الأنبياء والمرسلين وعلى أهل مع أصحابهم وتابعيهم أجمعين مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصوى كل أسبوع نقبل حضراتكم بقالنا يعني ثلاث سنين وشوية بفكر حضراتكم تاني شان فيه ناس بتسأل لسه فيه ناس بتستفسر عن حاجات كل أسبوع بقى عندنا مجلة ثقافية تلفزيونية بنحاول إن احنا نعدي فيها محطات كتير بسرعة مع حضراتكم في الوقت بنحرص إن الساعتين يبقى فيهم تنقلات كثيرة متعددة سريعة عميقة نحافظ بيها على عمق المحتوى الثقافي أو الفكري في نفس الوقت نبسط الدسم الثقافي ونحلح للمواد الثقافية تكون صالحة للعرض التلفزيوني فكر حضراتكم برضو إحنا بنحاول فيه مدار الساعتين كل حلقة إن احنا نعدي محطات مختلفة ثقافة متنوعة علوم فنون أداب تاريخ جغرافيا فضاء عمق الأرض الجيولوجيا كل حتى عالم البحار والحيوانات كل الحاجات بنحاول نتوقف عندها وأداب وتاريخ مختلف للأدب العالمي والأدب العربي ونروح معاكم فيه ثقافات الشعوب برضو بنحرص إن احنا نروح فيه التاريخ العسكري وغيرها من مخطات تاريخية وفكر حضراتكم قراءة التاريخ بتشمل كل أنواع الثقافة اللي ممكن حضرتك تكون حابب تلم بها بشكل سريع وعميق أيضا يعني وإنت بتقرأ في التاريخ تلاقي نفسك بتقرأ ما يشبه الرواية بتقرأ ما يشبه القصص بتقرأ ما يشبه المقالات أنواع مختلفة وإنت بتقرأ في التاريخ هتلاقي نفسك بتقرأ عن تاريخ لشخصيات سير ذاتية تراجم خاصة بشخصيات معينة شيء من هذا القبيل وإنت بتقرأ في التاريخ هتلاقي نفسك متوقف عند أحداث عند تحليل سياسي تحليل فني تحليل نقدي أي أن كان نوع السياق اللي حضرتك بتقرأ فيه فالقراءة في التاريخ يعني هي من القراءات الشمولية والوسعة اللي ممكن تفيد حضرتك فيه مواضع مختلفة طيب النهاردة معانا إيه؟ بفكركم طبعاً بصفحتنا على السوشيال ميديا صفحة المساء مع قصوى كنا على حضرتكم حالاً صفحتنا بنتلقى من حضرتكم التساؤلات دي صفحتنا كل الموضوعات اللي بتسألوا عنها بفكركم الكتب الكتب اللي بتبعاتوا تسألوا عنها يعملوا بحث باسم المساء مع قصوى باسم قصوى باسم الكتاب يعني غالباً هتلاقونا منقشين المواد اللي خضرتكم كنتوا حابين تعرفوا عنها حاجة الحاجة الثانية إحنا بنناقش بشكل عام وبشمولية في العرض وفي نفس الوقت ببعض العمق والتطقيق في نفس الوقت في الناس اللي بتسأل بعض الكتب أو شخصيات بعينها ممكن ما نتطرقش لها لأنها غير مؤكدة في بعض المعلومات بتاعتها غير موثوقة في بالمناسبة كتب كتير شائعة ومنتشرة ولها اسم عظيم ورنان اسم عظيم في وقعه على الأجيال الحالية أو عظيم في صداء ربما لكن تلاقي عمق الكتاب نفسه غير مدقق بشكل جيد في أسماء ليها تأثير كبير جدا لكن الكتابات اللي هي كتبها أو في كتب معينة ليها ما نقدرش ناخد بيها في الطرح وفي العرض لأنه بيكون فيها معلومات مختلف عليها بشكل كبير معلومات غير مدققة مش متحقق منها فمش كل الأمور اللي بنيقدر نطرحها بنروح دايما للحاجات اللي هي الأكثر توثيقا والأكثر تأريخا أو رصد التأريخ والحاجات الخاصة برصد التاريخ بشكل موثق جدا ويهي بنتوقف عندها النهاردة معانا مجموعة من الحاجات بين الغرائب الغرائب في حاجة عطيفة جدا ناس يعني فاكرين كنا جبنا معاكم شوية حاجات قبل كده كده متحكة يعني فالنهاردة في حاجة خليكم معانا تبعوة تتبسطوا منها بعد كده ننتقل معاكم وتأقيات ويعني أغاني وأشياء من هذا القبيل بعد كده نروح معاكم النهاردة وقفة سريعة في كتبنا وحيكون في طرح شامل لحقبة زمنية عدينا في أكتر من مخطة فيها لكن هنبدأ بقى نعرض لها في الحلقات القادمة إن شاء الله ربنا يدينا ويديكم الصحة والعمر هنبدأ نعرض في بعض الوقفات المهمة رصدنا لمؤرخين من فترة المماليك أو من حقبة المماليك رصدنا لملوك أو حكام أو شخصيات كانوا في العالم في هذه الفترة وننتقل إلى خصوصية مصر في هذه الفترة وبعد كده رصدنا شوية مخطات أخرى النهاردة هنبص على هذه الفترة بشكل شامل وعام شان نبدأ نتخصص فيها بقى بالمدة الزمنية في الحلقات القادمة هيكون ضيفنا الأستاذ الدكتور طارق منصور هيكون منورنا النهاردة وهو وكيل كلية الأداب السابق بجماعة عين الشمس بعد كده رايحين معاكم لإيه بقى رايحين معاكم لمذكرات الدكتور محمد سلماوي العصف والريحان يا سلام على الأسماء اللي بيختارها الدكتور محمد سلماوي يا سلام على كتابات الدكتور محمد سلماوي دكتور محمد من أكتر الناس اللي التقيت بيهم أكتر من مرة يعني عادة بكون حريصة أنه المساحة تكون متاحة للأسماء اللي ما تلقتش التقدير الملائم لقيمتها لعطائها لكتب لشخصيات ما تمش تصليق التضوء عليها بشكل كبير لتكريم لشخصيات يعني المجتمع مليان وثاري لكن من أكتر الأسماء اللي تكرر اللقاء معاه هو الدكتور محمد سلماوي اللي قمته لغزارة إنتاجه الأدبي اللي هو يعني نقدر نقول بيحمل صبغة معينة ما بقتش موجودة بشكل كبير وبعدين مذكرات بصيغة رواية شيء رائع جدا النهاردة هيكون فيه منقشة وهنسعد بوجوده معنا الشق الأخير هيكون معنا الفنان القدير الأستاذ مفيد عشور أستاذ مفيد واحد من الأسماء اللي نقدر نقول فريدة في تفاصيل كتير مش موجود النمط ده في الذكريات اللي عدت علينا في عالم التمثيل والدراما وغيرها من محطات حتى الصوت باللغة العربية السليمة المدققة النطق الجيد الأداء التمثيلي الهادئ والمنفعل صاخب جدا لكنه بيحمل يعني صبغة الهدوء أو طابع الهدوء نهاردة هيكون معنا فنان القدير أستاذ مفيد عشور الناس اللي حابة تبعى التساؤلات هننتظرها كمان ونوصل رسائل حضراتكم ليه طيب نبدأ معاكم على طول ونروح معاكم لموضوعاتنا النهاردة إلى الغرائب وهقول لحضراتكم كمان هيكون عندنا تخطيتين لحاجتين مهمين حصلوا بس هنتحرك كده معاكم عشان الوقت الحد ما نتحقق من المستهدف من الموضوع خلينا نروح معاكم ليه الغرائب النهاردة الغرائب النهاردة من واحد من الكتب اللي فيها بعض الحاجات الغريبة التي قام بها الأشخاص في ناس في الدنيا عملت حاجات غريبة على مر التاريخ ايه الحاجات الغريبة واحد اخترع واحد مش عمل مهرجان في حاجات كده ولفنا معاكم ثقافات شعوب وحاجات علمية وتجرب وابحاث وغيره لكن دي واحدة من أغرب الحاجات اللي اتعملت عدينا قبل كتب محطتين من شبيهتين لهذا الحدث ودي المحطة الثالثة والاتنين غالبا كانوا من نفس الكتاب لو أنا متذكرة طيب الكتاب فيه جزء مهم جدا ده جزء تاني منه الكتاب اسمه مستهجن تاريخ مهذب من السلوك السيء للكاتب ماكي روبينز وده صدر سنة 2020 هتلاقوا الكتاب متاح طبعا الكتاب كبير مش صغير عشان الناس اللي هتقتني الكتاب إلكترونيا وممكن تبقى تستمتع بقصة قصة كل شوية مع الترجمة بتسهل لنا حاجات كتير مش مترجم طبعا طيب الكتاب بيتكلم عن ايه الكتاب بيتكلم عن مجموعة من الحاجات الغريبة اللي قام بيها الناس والأشخاص وحكاياتهم لكن الراجل بتاع النهاردة ده عمل حاجة يعني كان صباق في انه يعمل حاجة غريبة جدا في المجتمع الأمريكي اللي كان في التوقيت ده عنده يعني حرص اقتصادي والناس كانت حريصة وفيه أطر كتيرة جدا كانت بدأت وضعوبت كتيرة كانت بدأت تحكم هذا المجتمع ففكرة انه واحد يقدر ينصب على الناس بسهولة الموضوع كان يعني غريب شوية لكن هنقول أسباب النصب اللي حصل ده كان ايه طيب القصة بتبدأ من هذا الرجل اسمه جورج باركر جورج باركر مولود في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك اتولد سنة 1860 طبعا جورج من أصل آيرلندي دي صور ليه السيد جورج مفترض انه يعني بتوضح طبيعة الشخصية حتى بعد فترة من الزمن طيب جورج ده عمل ايه جورج ده اتولد زي ما قلت الحضراتكم في نيويورك تلقى التعليم العادي والدراسة العادية وبعدين لما بقى عنده كده 20 سنة 21 سنة بدأ يتفتق ذهنه عن انه عايز مصدر سريع للدخل هو مش عايز يكون مجرد شخص عادي موجود في المجتمع وعايز يبقى ثاري في المجتمع الأمريكي وكان في حالة يعني ايه استفحال في الثراء في الوقت ده وكان في مهاجرين كتير جايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية معاهم فلوس كتير وثروات كتير وجايين يبدأوا بقى يعيشوا ويستثمروا وأشياء من هذا القبيل ففكر ايه للناس دي معاها فلوس أنا ليه منصوبش عليهم وأخد الفلوس اللي معاهم طب تعمل ايه باركر تعمل ايه باختصار كده طبعا محاولة انه كان عايز يبيع كمان تمثال الحرية عمل ايه بدأ يفكر فيه جسر شهير جدا اسمه جسر بروكلين جسر بروكلين كان مبهر جدا ليه المهاجرين اللي جايين ليه الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده وكانوا بيروحوا يوقفوا عنده وتفرجوا عليه شيء عظيم جدا يعني كبير جدا فبدأ يفكر انه هو يدعي انه بيملك الجسر ده وانه عايز يعمل كارتة على الجسر ده وعايز يعمل رسوم مرورة على الجسر ده وعايز يبيع الجسر ده وعايز يأجر أنشطة على الجسر ده يعني قعد يفكر كده شوية اختراعات فكرية غريبة جدا وبدأ يسوق للفكرة وسط مين بقى الناس اللي جاي جديد على المجتمع الأمريكي في التوقيت ده معاهم فلوس كتير بس لسه مش عارفين الثقافة الأمريكية فبدأ يلف على المهاجرين والجدد الأثرياء لهم أنا طبعا بيلبس بقى لبس شيك جدا ومنصب محترف بقى أو يعني بيقدم نفسهم شخصية عظيمة ويبدأ يقول لهم تعالوا ياخدوا معا الجسر يفرجهم طبعا الكتاب راصد الموضوع وشكل كوميدي جدا هتتحكوا جدا وانت بتيروا القصة هتستمتعوا بيها أكتر كمان من الحك يعني فبيبدأ يفسحهم بقى على الجسر ده الجسر بروكلين ويبدأ يقول لهم تعالوا شوفوا هنا احنا عملنا كذا وهنا كان فيه كذا وهنا مش عارف ايه وممكن حضراتكم تعملوا نشاط ايه النشاط اللي تعملوا ممكن تفتحوا حاجة هنا على الجسر تبيعوا فيها وتشتروا حاجات طب ايه رأيكم احنا حنعمل الرسوم الخاصة بيه الجسر انت توقف وتتلقى الرسوم يبقى لك مرتب فيبدأ الموضوع يكبر في دماغ الشخص لدرجة انه يوصله انه يتحايل عليه يبقى شريكه في الجسر وهو يرفض فيبدأ يتحايل عليه ياخد منه الفلوس ويشاركه في الجسر لحد ما يروحه مكتب مزيف كده هو كان عامله يعطي يعرض عليه الاوراق طبعا اللي هو مزورها للجسر ويبدأ الناس تتحايل عليه ياخد فلوس فيبدأ يجمع فلوس منهم وتبدأ الناس تروح تيجي بقى توقف على الجسر عشان تعمل بيعمل يعني كشك او حاجة او حاجات زي كده رسوم اشياء من هذا القبيل فتيجي الشرطة فالشرطة تقبض على الناس وتوديهم الاسم ويبدأ التحقيق معهم فيقولوا احنا اشترينا الجسر من السيد فلان فلاني او شركاء في الجسر مع السيد جوش باركر اتكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما وصلت نيويورك انهم حطوا لافتات على الجسر بتقول هذا الجسر ملك للحكومة الامريكية ولا يجوز بيعه او شراءه او التعامل عليه من اي جاه هو ملك فقط للدولة الامريكية والحكومة الامريكية الموضوع بدأ يبقى غريب جدا بدأ ينتشر موضوع لحد ما تم القبض عليه في مرحلة تالية لذلك ولما اتقبض عليه طبعا دخل السجن شوية بعد كده خرج من السجن لما خرج من السجن تفتكروا حضراتكم طبعا احنا بنتكلم انه بيع وصلت الثروات بتاعته لجماعتها اللي جماعها حوالي 50 ألف دولار 50 ألف دولار في التوقيت ده احنا بنتكلم فيه متجاوز مليون دولار دلوقتي يعني فكان ثراء فحش بالنسبة له وسريع اتقبض عليه وروح السجن ويتحاكم وخرج بعد شوية قرر نفس اللي بيعمله فين بقى فيه منشآت حكومية مختلفة لدرجة انه وصل انه قدر يبيع تمثال الحرية لواحد من الشخصيات حتى لو تشوفوا حضراتكم فيه صور حاطينه ماسك تمثال الحرية بدأ يبيع التمثال وبدأت ناس تشتري منه فعلا وقادي الصورة هي وطبعا شايفين العلامة الموجودة على التمثال وبعد كده اتقبض عليه تاني لما اتقبض عليه تاني قدع فيه واحد من السجون لفترة طويلة جدا خد يعني حوالي 15 سنة سجن ودي كانت فترة طويلة جدا وهو في السجن عمل ايه طبعا اخر حاجة كانت القادي القبض عليه 1928 قعد في سجن اسمه سانج سانج السجن ده المفروض انه حراسة مشدد الرفقاء في السجن كانوا مبسوطين بي حصل تغيير في مأمور السجن دخل مأمور السجن وهو داخل كان بيرتدي يعني طائية ونظارة وعمل كده ستايل نفسه وزي ما بنقول كده حاجة مهابة جدا ولما دخل غير الستايل بتاعه ووقف يتكلم معاهم تسلل باركر خد النظارة بتاعته والطائية والمعطف بتاعه اللي متعلق نبس الحاجات دي وخرج من السجن وعده قدام الحراس هو قادر ينتحل نفس الشخصية اللي شفع حالا لمأمور السجن وخرج ومعرفوش انه هو المسجون جوش باركر وانما اعتقد انه هو مأمور السجن الجديد لما خرج طبعا بدأ يبيع ويشتري حاجات تانية لحد ما اتقبض عليه بعد كده بتهم طبعا مختلفة ومات سنة 1936 وحكايته بقت واحدة من الحكايات اللي طبعا اترصدت فيه اكتر من موقع واكتر من شيء لحد ما تم توثيقها كمان في مجموعة من الكتب الكتاب بقولت لحضراتكم عليكم معاكم الغلاف برضو حالا فيه قصص تانية غريبة مستهجن تاريخ مهذب من السلوك السيء لميكي روبرز صدر سنة العشرين عشرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونعود مع حضراتكم الى الوثائقيات اللي كنا بنكتبها لحضراتكم ونذهب معاكم رحلات في التاريخ العسكري الملف الخاص بالحرب العالمية الاولى والتانية الناس اللي متابعيننا مشينا في كل المحطات ليه لانه الحربين دول تحديدا الثانية طبعا الاولى كانت الشعلة الاولى او البذرة الاولى لهذا الانفجار الكبير لنجاز التعبير لكن الفترة التانية او الحرب العالمية الثانية كانت بتحمل الى العالم خريطة جديدة وبتحمل قوى جديدة وبتحمل تفاعلات جديدة ولو فاكرين حضراتكم لحد ما قفنا عند مؤتمر يلطى وازاي كان بيتم تقسيم العالم بين القادة اللي كانوا موجودين وقفنا عند وثيقة استسلام اليابان وقفنا عند القوى ازاي كان تقسمها وخرجنا الى المانيا الشرقية والغربية والرأي كل الحاجات زي عدينا بيها مع خضراتكم لكن فيه لفتات مهمة تستحق ان احنا نسلط الضوء عليها اولا لمتعة القصة او الحكاية والاناستفادة منها وما وراء الحكاية ايضا وما بين السطور واحدة من القصص المهمة جدا اللي رصدتها لحضراتكم بالنهاردة وهي صاحبة الهيبة او المهابة مين هي المهابة كانت نقدر نقول اقوى بارجة كانت موجودة في تاريخ الحرب العالمية طيب هذه البارجة كانت المانية وكانت من يعني دواعي الفخر والسرور والقوة الالمانية وكان بيتم بيها يعني نقدر نقول ايه تكدير القوات البريطانية اولا باول وتجننت بريطانيا انجاز التعبير وكان عندها مستهدف واحد وهو القضاء على هذه البارجة محاولات كتيرة جدا الموضوع بدأ يوصل ان يكون كوميدي كمان او مضحك من كتر محاولات اغراق هذه البارجة او يعني الاختباء منها او الوصول اليها او التسلل حتى على متنها حصلت قصص كتيرة جدا اختصرنا الموضوع لخضراتكم وحطينا عنوان كيف انتهت صاحبة الهيبة البارجة تيربيت وحقيقة اشهر قوة بحرية في الحرب العالمية الثانية حرب عالمية اججت نيرانها المانيا هتلر للهيمنة وفرض ارادتها باستخدام القوة العسكرية التي شهد لها العالم حينها بتفوقها واحدة من رموز هذه القوة كانت البارجة الحربية الالمانية تيربيت التي تعتبرها اكبر صرح بحري بني في اوروبا ومثلت التحدي الاكبر في الحرب امام البريطانيين واحتالوا كثيرا لتدميرها ففي عام 1939 دشنت البحرية الالمانية السفينة البحرية تيربيت لردع البحرية البريطانية المسيطرة حينها على بحر الشمال وتميزت بضخامتها حين كانت تعادل مساحة ملعبين لقرة القدم وقدرتها على الوصول الى سرعة قصوى تبلغ 56 كيلو متر في الساعة محققة رقما قياسيا في هذا التوقيت وتسليحها المثير للرهبة بسبب تزويدها ببطارية مكونة من ثمانية مدافع رئيسية مثبتة على اربعة ابراج مزدوجة واكثر من خمسين مدفعا مختلف الاحجام اضافة الى ثمانية انابيب للتربيدات ومع هذا الحجم كان منطقيا ان يعمل عليها قوة بشرية عسكرية ضخمة تمثلت في طاقم يتجاوز عدده 2600 بحر منهم 108 ضباط المانيين مدربين لاعلى درجة وفورا لانتهاء من تجهيزها بدأت البارجة العملاقة في دخول الخدمة والنزول لمصرح الحرب العالمية الثانية لترسلها المانيا في نهاية عام 1941 الى بحر البلطيق في اثناء محاولة غزو المانيا للاتحاد السوفيتي فيما سمته دول المحور بالعملية بارباروسا ورغم عدم مشاركة البارجة تيري بريدز في المعارك فان وجود تلك المهابة كان كافيا لردع البحرية السوفيتي وفي يناير من عام 1942 تم ارسالها الى النرويج لقطع الامدادات عن قوات الحلفاء وجر البحرية البريطانية الى بحر الشمال فكان وجودها يمثل خطرا عظيما على الجيش البريطاني ما دفع البريطانيين الى تسخير موارد بحرية كبيرة لتحقيق الحماية من اعتداءات البارجة العملاقة وبالنظر في كتاب تيري بريدز حياة وموت اخر بارجة المانية فائقة فقد حاول البريطانيون باستماتة وبتكلفة عالية اغراق البارجة تيري بريدز ففي مارس من عام 1942 قاموا بعملية تخريبية لتحييد احد الموانئ المخصصة لخدمة البوارجة الخاضعة للالمان في سانت نزير بفرنسا ونجحت الكوماندوز البريطانية في تدمير ارصفتها لاعاقة اي دعم للبوارجة الالمانية ثم كانت الخطوة التالية استهداف البارجة تيري بريدز نفسها التي كانت ترسو في مضيك فايتن فيورد بالنرويج فهاجمها البريطانيون بغارات جوية رضعتها البارجة لغيروا تكتيكاتهم بهجوم بحري وعملية اطلقوا عليها اسم تايتل ارسلوا فيها اطقما عسكرية ترتدي بدلات غوص بمركبات بحرية صغيرة وتتوجه الى البارجة ويقومون بتلغيمها لكنها فشلت لسوء الاحوال الجوية لتفكر بريطانيا في هجوم اخر من خلال ست غواصات صغيرة الحجمة تسمى اكس كرافت لتحاول التسلل الى كافي جورد حيث كانت ريبريتز ترسو حينها فتخترق ثلاث منها دفاعاتها وتضع عبوات ناسفة اسفلها وتختص البقية بتدمير البارجة شارن هورست والطراد لوتزو الذين كانوا يرسوان بجوارها واسموها العملية سورس لتقوم الغواصات البريطانية الضخمة بسحب تلك الغواصات الصغيرة لتغرق في الطريق غواصتين وتتعطى الثالثة ليكتشف البريطانيون انهم قد خدعوا وان البارجة شارن هورست غير موجودة فتتغير الخطة بالاكتفاء بتدمير تيري بريتز وتتمركز الغواصات الثلاث في العشرين من سبتمبر عام 1943 قبالة جزر براتسوليم انتظارا لاي فرصة تسنح لهم بالاقتراب منها وبعد يومين لحظ الملازم دونالد كاميرون قايد احدى الغواصات الثلاثة ان الشباك الدفاعية التي تحرس البارجة من التربيدات فتحت لمرور البحارة فبدأوا بالاقتراب منها حتى تمكنوا من وضع العبوات الناسفة اسفلها التي فورا لانتهاء منها بدأت المشكلات في غواصاتها بالتفاقم فاضطروا للصعود الى السطح حيث تم رصد المجموعة البريطانية والقاء القبض عليها وقام كذلك الملازم جود فيري بلاس قائد الغواصة الثانية بالابحار والتعامل مع الشباك الدفاعية للبارجة ليضع عبواته الناسفة لكنه يعلق في الشباك وتظهر الغواصة الى السطحية ايضا ويتم اسره هو فردان اخران وقتل المجموعة الباقية واغراق الغواصة ويتم اطلاق النيران على الغواصة البريطانية الثالثة وينتهي امر الغواصات البريطانية الثلاثة باتقمها وفي اثناء استجواب الضباط البريطانيين المأسورين حدث انفجاران عنيفان اسفل البارجة تريبريتز نتج عنهما انقطاع طيار القهربائي وتضفقت المياه وحدث ضرر تسبب في خروجها من الخدمة ستة اشهر بدأ فيها الحلفاء يستعيدون توازنهم في الحرب امام المحور ليواصل البريطانيون مهاجمة البارجة تريبريتز وذلك قبل غازو نورماندي في ابريل عام 1944 عبر غارة جوية اصابتها باصابات بالغة ماديا وانسانية باختر من 120 قتيلا وجرحة تجاوز عددهم الثلاثمائة من طاقمها الكبير وفي اغسطس من نفس العام جدد عليها البريطانيون هاجمات جديدة ومتواصلة لاغراقها حتى حققوا نجاحا محدودا فضاعفوا من هجومهم حتى سبتمبر 1944 ليصيبوها اصابة مباشرة تجعلها غير صالحة للابحار وينقضها الالمان عاجلا وتنقل قبالة جزيرة كوناب النرويج اما لم في ان تعمل كبطارية مدفعية عائمة ولكن الثأر البريطاني من البارجة لم يمت ليستمر الحلفاء في هجماتهم عليها حتى جاء يوم الثاني عشر من نوفمبر عام 1944 ونجحت قاضفاتهم في تدميرها مخلفة نحو الالف قتيل لتخوض البارجة تريبريتز رحلتها الاخيرة الى قاع البحر لترسو بلا ابحار جديد راسمة نهاية اكبر سفينة حربية اوروبية عرفها التاريخ رغم امكاناتها الضخمة لم تخد معارك قبرى حرصا عليها لكنها قامت بدورها الاعظم كقوة رضع المانية اثارت بنون البريطانيين وكبدتهم اعظم خسائرهم البحرية واهضرت كرامتهم العسكرية على مرمى نيرانها فاستحقت لقب سيدة البحار في الحرب العالمية الثانية وصاحبة الهيبة البارجة الالمانية تريبريتز وى مصر القديمة سريعا نروح مع حضراتكم توقفنا في موسوعة مصر القديمة الناس اللي امتابعيننا والاجزاء السابقة ممكن حضراتكم ترجعوا للفقرات والحلقات السابقة وصلنا للجزء الاربعتاشر في موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن رحمه الله في الموسوعة في الجزء الاربعتاشر هو مرحلة شائكة شوية احنا بنتكلم في فصل تاريخي حصل مختلف تماما تمام الاختلاف عما كان من قبله وعما جاء من بعده وبالتالي بنقف في مرحلة نقدر نسميها شائكة ودقيقة وغيرت في شكل التاريخ المصري تغيير كبير طيب مش هنا ما حضراتكم في محطات مختلفة كيف كان يحيى المصري القديم ازاي كان بيتم التعامل مع المصري القديم البطالمة وغزو الاسكندر وغيرها من محطات مختلفة عدينا بيها برضو مع حضراتكم وازاي كان المصري القديم بيتم التعامل مع بطليموس او مع البطالمة او ايا كان الحاكم الاغريقي اللي كان موجود كيف كان ينظر المصري القديم الى هذا الحاكم وازاي كانت اللوبي الاغريقي انجاز التعبير او الحشية الاغريقية اللي كانت موجودة ازاي كانت بتتعامل مع المصري القديم وهذا التحفظ اللي كان موجود وتاريخي وعميق جدا عند المصري القديم تجاه هذه الزمرة اللي كانت موجودة على سدة الحكم في مصر هنروح مع حضراتكم نرجع شوية في الجزء الحد وصولا إلى صفحة 40 وما قبل صفحة 40 صفحة 39 تحديدا صفحة 39 فيها شيء مهم جدا جدا ثقافي إنساني تاريخي لحد الحقبة دي والحد الفترة دي ومع رصد الدكتور سليم حسن كان فيه حاجة شائعة وعنوان عريض طبعا بنكلم أنه أثر الحضارة المصرية القديمة فيها الحضارة الإغريقية الناس اللي بتسمع الجملة دي بتتكلم أو لحد الفترة دي بعد كده يعني فيه ناس كتير بقى بدأت تمشي مع هذا الاتجاه اللي طرحه الدكتور سليم حسن لأول مرة من خلال العرض العمل وفيه الجزء الـ 14 في موسوعة مصر القديمة بيتكلم الدكتور سليم حسن أنه لحد وقت كتابة هذه الموسوعة كان الناس والعالم والفلسفة والجميع كان يتحدث عن أن الحضارة الإغريقية وخاصة فيما يتعلق بالفلسفة كانت هي أم الحضارات الغربية وكانت هي يعني ناشئة من تلقاء نفسها ولم تستفد من الحضارات الأخرى خاصة الحضارة المصرية بأي شيء أو ما يشبه أنها لم تتعلم من أحد يعني الحضارة الإغريقية طلعت لوحدها ما استفدتش من عمق الحضارة المصرية القديمة اللي كانت موجودة الدكتور سليم حسن هنا بيقول لا الكلام ده غير دقيق وغير صحيح وراسط بقى مجموعة من المحطات المهمة جدا أول شيء بيقول نبرهن بصورة مختصرة على أن هذه الفكرة خاطئة من أساسها وأن بلاد الإغريق كغيرها من كثير من البلاد الأخرى كانت من حيث أصول الفلسفة بواجه خاص مدينة من مصر بدرجة عظيمة إزاي يا دكتور؟ بيتكلم بقى انتقالات مختلفة بيقول أنه حتى الشعب الهيلاني الأول أو إحنا تكلمنا قبل كده عن الحضارة الهيلانستية بيقول أنه حتى ما قبل هذه الحضارة كان فيه تعامل مع الحضارة المصرية القديمة وبينتقل بمخطات مختلفة لحد ما بيقف عند لفتة مهمة جدا بيقول يعني إزاي ما استفدوش من الحضارة المصرية القديمة وفي لفتة بيقول لا غربة فإن أفلاطون الذي علم أريستو الذي علم الإسكندر حضر إلى مصر وأخذ من علمائها ما أفاد بلاد الإغريق فإزاي بقى الحضارة الإغريقية اللي جات لمصر مع قدوم الإسكندر ومع قيام دولة البطالمة ومع هذه الحقبة أو الفترة من تاريخ مصر إزاي ما استفدوش؟ لا هم كانوا متعلمين أصلا مننا وحطت مصطلح عظيم جدا بيقول لو كانوا هم وضعوا الفلسفة فإن في مصر نستطيع أن نطلق اسم ما قبل الفلسفة يعني إذا كانت وضعت الفلسفة في البلاد الإغريقية أو في الحضارة الإغريقية فمصر وضعت فيها مرحلة ما قبل الفلسفة بيقول أنه الفلسفة بشكل عام وبيتكلم عنها وبيرصودها بتبسيط رائع جدا لازم حضراتكم تقروا الجزء ده أنه الفلسفة بشكل عام ليهاش طابع أو شكل اترسم فيه الحضارة الإغريقية أو في الثقافة الإغريقية لكن نرجع نأصل الموضوع نسميه ما قبل الفلسفة أنه حضارة المصرية القديمة وإن كانت بتعتمد على معتقدات وضعية أو على معتقدات روحانية لكنها كانت بتؤصل الأشياء وكانت بتقول كيف حدث الحدث وكانت بتقول ليه حصل ده وكان عندنا نوع من الفلسفة العلمية أو فلسفة العلم كانت موجودة أنه كانوا بيقيموا الأشياء بيصنعوا الحضارة بيصنعوا العمران بفلسفة معينة وبرؤية معينة وكان المصري القديم عنده تحليل لكل شيء وإن كان بيربطه بالشق الخاص بالدين أو المعتقد أو العالم الآخر والحياة الأخرى لكن المصري القديم كان عنده الفلسفة وإنه كان عندنا العلم المرتبط بالفلسفة وإن لم يفسح عنه المصري القديم أو ما تمش تسميته بأنه فلسفة لكن كان موجود فاللي جالنا من الحضارة الإغريقية راصد بقى أسماء وشخصيات وفيثة غورس ومين ومين بيقول حتى أنه فنار الإسكندرية كان ملهم بالنسبة لهم بأشياء وقصص ذاكر حاجات كتيرة جدا كانوا بيستعينوا بيقول أنه معبة طيبة والأبواب النئة الخاصة بمعبة طيبة وبطيبة مذكورة في الأدسة والإلياذة وغيرها فإزاي ما استفدوش من الحضارة المصرية القديمة إذا كانوا هم اعتمدوا عليها في بناء أنماط مختلفة من الأدب وإذا كان كبار ومؤسسي الفلسفة الإغريقية كانوا مروا على مصر وكبار الواضع علوم الهندسة وعلوم وغيرها موجودين في بلاد الإغريق جاءوا إلى مصر فطبعا راصد الموضوع بشكل يعني عظيم جدا وفيه جزء تاني بيتكلم فيه بتكلم أنه فيه فترة المصريين استقبلوا بيها استقبلوا فيها من جاء من كريت فاكرين حضراتكم اتكلمنا عن موقع طروادة وكلمنا عن جزيرة كريت وغيرها والمصريين هو بيقول هنا أنه هم كانوا بيسموا الناس دول أقوام البحر كانوا بيتعاملوا معهم أنه هم يعني بلا هوية لأغريق وسكان كريت وغيرها وأنه دول أقوام البحر الناس اللي في البحر لأنه الحضارة المصرية كانت عظيمة ومعتدبة بنفسها جدا فبيقول جمب سكان كريت بعد ما حصل عندهم انهيار في النظام السياسي واحترقت وكل الأمور اللي حصلت بدأوا يفدوا إلى مصر ويستقبلهم المصريين بشكل لطيف جدا وعاشوا وبدأوا يعملوا مشروعات صغيرة يعني إنجاز التعبير وبعض الأمور البسيطة ويعيشوا بعد شوية حصل محاولات اعتداء على مصر منين؟ من نفس المكان اللي جاء منه سكان كريت والمواقع المختلفة من الإغريق اللي جاءوا على مصر فبيقول إن بدأ المصريين هنا يقلقوا منهم لأنه هما كانوا على تواصل بالخارج أو كانوا يعني ما يشبه إنه هما كانوا بيتعاونوا معاهم بيحكي الحد وصولا إلى فترة الملك ميرن بتاح وإزاي إنه استطاع كان فيه تهديد جاي من أقوام البحر وكان فيه تهديد جاي من دولة لوبيا وغيرها من مسميات فبيقول استطاع الملك ميرن بتاح إنه يفض هذه الغزوات ويلفض ويطرد ويهزم ويضحر كل محاولات الاعتداء على مصر في التوقيت ده وحصل بعدها نوع من أنواع العزلة الداخلية من المصريين لدرجة يعني المصريين أغلاقوا على نفسهم من كتر محاولة اختراق مصر أو الضغط على مصر كان المواطن المصري زكي في هذا التوقيت إنه يغلق على نفسه حفاظا على قوام الدولة المصرية لدرجة إنه بيصف بيقول إنه لو كان شراع واحد ظهر في امتداد البحر المصري كان بيعتبر إعلان حرب على مصر وكانت بتتقدم المراكب المصرية لرد هذا الشراع وإبعاده فكان الموضوع وطبعا بيصل لحد فترة الملك بسمتك الأول وبيقول إزاي المصريين كانوا قادرين يتعاملوا مع الحضرات المختلفة وبيسبب هنا سبب معين جدا أو زكي جدا ودقيق جدا لفت نظري وكلمنا مع حضراتكم قبل كده لكن ده تسبيب الموضوع بيقول إنه سبب إن المصريين ما كانوش بيستقوا من الحضرات الأخرى أي شيء وكانوا قفلين على الجين المصري ومحفظين على الجين المصري كانوا بياخدوا بس اللي يتناسب مع ثقافتهم وما تغيروش رغم كل محاولات خلط الثقافة المصرية بغيرها بيقول إنه هم من هذه الفترة من فترة الملك مرن بتاح إلى فترة الملك بسمتك الأول بيقول هذه الفترة كانت دقيقة جدا على المصريين وأغلقوا على نفسهم فيها جيدا وبقى في نوع من أنواع الحرص على الحفاظ على الجين المصري وبيوصل في النهاية إلى إنه العلوم والحكمة والدين في كل العالم خاصة اللي عالم الإغريقي الأول بدأ من مصر وتم استقاؤه من مصر دي وقفة مهمة اختصرتها لحضراتكم وإن أسهبت يعني لكن شيء مهم جدا في الجزء الـ 14 من موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن الله يرحم موسيقى طبعا ملف مصر فيما يتعلق بحقوق مصر في مياه النيل في أمنها المائي كان في مجلس الأمن تحت شعار وتنساب يا نيل حرا طليقا إيه حكاية الشعار ده حكينا مع حضراتكم قبل كده قصة النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية كلمنا لكن حبينا نفكركم به ونربط برمزية الاختيار وتنساب طبعا هذا الفعل وتصريف الفعل المضارع ينيل حرا طليقا يعني من يستطيع أحد أن يحجب النيل أو يحبس النيل أو يمنع النيل مع مضارعة الفعل تنساب فبالتالي إن شاء الله ربنا يعني سيكفل هذا الموضوع وقوة المصريين وقدرة المصريين على حماية كل مقدراتهم وعلى رأسها النيل يعني تبدو واضحة وجلية طيب خلينا نروح مع حضراتكم لقصة الموضوع طبعا الموضوع رصد الشاعر الكبير دكتور فاروق جويدا في أكتر من موضع وفي كتابات مختلفة وفي ندوة وغيرها إنه قبل عشرين عام طلب منه أن يكتب هذا النشيد للقوات المسلحة المصرية وإنه طبعا سعيد جدا بهذا الحدث لأنه حدث عظيم على وصفه أيضا إنه الجيش المصري بيتغنى من كلمات كل صباح فبالتالي موضوع فخر وشرف كبير جدا بالنسبة لأي حد طيب خلينا نقول كمان إنه من ألحان الموسيقار كمال الطويل الكلمات هقولها لحضراتكم سريعا عشان أسيب حضراتكم تستمعوا مرة أخرى إلى كلمات رسمنا على القلب وجه الوطن رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلة نخيلا طرح الأرض الصمرة والنخيل بارتفاع وشموخ النخيل وباستمرارية الطرح الدائم والمتجدد من النخيل وبأصالة النخيل وبرمزية النخيل العظيمة وبأنه كلما ألقي بحجر أعطى أجود الثمر وأفضل الثمار وأطعم الثمار فاختيار كلمة النخيل اختيار عظيم جدا من الدكتور فاروق جويدة وأسبقية الأرض ثم يلي ذلك النيل ومن النيل من الأرض والنيل يأتي الحضارة ويأتي الشعب الأصيل رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا أصيلة وصلناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا على كل أرض تركنا علامة قلاعا من النور تحمي الكرامة عروبتنا تفتديك القلوب ويحميك بالدم جيش الكنانة وتنساب يا نيل حرا طليقا لتحكي ضفافك معنا النضال وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا بصدق القلوب وعزم الرجال يد الله يد الله يا مصر ترعى سماكي وفي ساحة الحق يعلو نداكي وما دام جيشك يحمي حماكي ستمضي إلى النصر دوما خطاكي سلام عليكي إذا ما دعانا رسول الجهاد ليوم الفداء وسالت مع النيل يوما دمانا لنبي لمصر العلا والرخاء تسنى على القلب وده الوطن تخيلا وليلا وشعبا أصيلا تسنى على القلب وده الوطن تخيلا وليلا وشعبا أصيلا وصدقا كيام السجولة الزمن ليفقى شباه كيام السجينة على كل أرض تردنا علامة تجاعا من النور تحمي الكرامة على كل أرض تردنا علامة تجاعا من النور تحمي الكرامة قروبتنا تفتدي في القلوب ويحقيك بيتنا لجيش الكنانة قروبتنا تفتدي في القلوب ويحقيك بيتنا لجيش الكنانة وتنسى بياني لقرة طليقة لتحقي ضفافك معنى النقال وتنسى بياني لقرة طليقة لتحقي ضفافك معنى النقال وكام طالما تدري حزما عريقا بسفل القلوب وعزل الرجال تسنى على القلب وده الوطن تكيلا ونيلا وشعبا أصيلا تسنى على القلب وده الوطن تكيلا ونيلا وشعبا أصيلا تسنى على القلب ولكم تسنى على قلب ومتع هنروح مع حضراتكم في وقفة مهمة وزي ما قلت لحضراتكم عدينا في الفترة دي فترة الممليك في مصر عدينا فيها في يعني توقفات أو توقف في نقاط مختلفة لكن احنا عايزين نشوف الموضوع من فوق مشهد بانورامي نشوف الموضوع بشمولية كيف كانت هذه الفترة في مصر فيما جاء بعد ذلك وإحنا عارفين أنه طبعا اتكلمنا قبل كده عن ابن إياس ورصد لتاريخ مصر وأنه كان واحد من أبرز طبعا المؤرخين في تاريخ مصر وأصدقهم وأكثرهم موضوعية وتجرد لكن كمان التركيز على هذه الفترة وعدنا فيه محطات مختلفة احنا عايزين نشوف المشهد من فوق نشوف ازاي كانت الفترة دي بعد فترة زمنية طويلة من النقد والتقييم والرصد والبحث والفحص والمحص وكل الأمور استطعنا أن نصل إلى نتيجة هذه النتيجة هي اللي النهاردة هنتكلم فيها كيف كانت هذه الفترة أبرز ما جاء في هذه الفترة موضوعات اللي كانت مؤثرة على سياسة الحكم في هذا التوقيت كيف بدأ الحكم وكيف انتهى الحكم الأسئلة الأساسية الوجودية الخاصة بفترة الممليك في مصر هلنقش معنا النهاردة ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور طارق منصور وكيل كليات الأداب سابقا بجامعة عين شمس ودكتور طارق منور الدنيا أهلا محددك في النساء مع قصورة أهلا بيك دكتور طارق خلينا نحط نقاط محددة وأترك لحضرتك الحديث بنظرة عامة فترة الممليك متى بدأت متى انتهت كيف بدأت وكيف انتهت متى بدأت بتواريخ أه 1250 تمام أه 1517 أه 267 سنة حكموا فيها مصر أه على فراهيل أه الفرع الأول سمية الممليك البحرية أه نسبة إلى بحر النيل أه أنت عارف حتى في الثقافة الشعبية بتاعتنا تحد فترة إيبة بحر ما كانوش يقوله نهر النيل كانو قوله بحر النيل حتى السيدة مكنوا سموا غنية أغنية برضو كانوا بتقول بحر النيل فيها كعبارة الله يرحمه فعشان كانوا بيسموه بحر النيل آه وكانوا ساكنين في الرودة الملك الصالح الأيوب بيجابهم وقعادهم في الرودة وبنالهم هناك لأن الرودة كانت في المانيل وابنالهم حصون هناك جنب الأسر بتاعه فعشان كده عارفوا باسم الممليك البحرية والصفة التانية اللي يمكن البعض ما يعرفهاش إنه كان كل مملوك بينسب إلى سيده بيشير النسب بتاع سيده لأن بعضهم كان معلوم النسب وبعضهم مجهول النسب كأصل حروب أو مخطفين أو جايبينهم من أسواق النخاسة أو كذا واتباعوا هنا في أسواق القاهرة فعشان يميزوه فكان بيحمل الصفة بتاع سيده يعني مثلا أول من جابهم واقتناهم وكبرهم وعملهم فرقة في الجيش كان الصالح نجم الدين أيوم آخر ملوك الدولة الأيوبية الأساسة صالح الدين أيومي فعشان يكن يعرفوا باسم الممليك الصالحية النجمية الصالحية النجمية نسبة إلى الصالح نجم الدين أيومي ده في نقطة مهمة أسفة هتوقف مع حضرتك واستفيد من وجودك فيما يخص تاريخ الأنساب في الفترة دي يبدو وقرأت في أكتر من موضوع أنه ينتهي النسب عند كذا أو يتوقف النسب عند اسم فلان وهو ليس من نسله وليس من نسبه وحصل خلل أو ما يشبه الخلل في تاريخ تاريخ الأنساب في الفترة دي لدولة الممليك أو لما يخص هي مش أنسابي هنمقص بقدر ما هو عشان نعرف أنت تبع مين أنت تبع أنه أمير لأن كل أمير له ثقله ولوزنه في المجتمع المملكي وبالتالي تبعين له من المملك أيضا هم كمان كل واحد نحملوا نفس السقل السياسي والعسكري اللي في البلد فدول طبعا الكبير بقى خالص والمالك نفسه الصالح نجم الدين أيوم فخلاص بقى محدش يقدر يتكلم معهم الخسكية بتاعته أو الحشية الخاصة بتاعته محدش يقدر يتكلم معه أنا ممتنة لتبسيط حضرتك للموضوع ببساطة جديدة الفرع الثاني الدول استمروا من 1250 وهقف عند البداية لأنها حاجة فاني شوية وبعدين هانتهوا 1382 الفترة الثانية بقى بتعقب ده لحد 1517 ما كانواش بالرفاهية بتاعت البحرية دول طلعوا بقى القلعة وسكنوا القلعة اللي موجودة حاليا من بطريس راح السالم وقعدوا في الأبراج العسكرية عشان كده عرفوا باسم المماليك البرجية نسبة لأبراج الألعة وبعد المؤرخين بيسميهم المماليك الجراكسة أو الشراكسة نسبة لبات شاركس اللي جم منها في شمال الكوقاز والمناطق الشمالية اللي هي ما بين البحر الأسود وبحر القزوين وشمال إيران وجنوب روسيا وبحر الفولجا منطقة دي كلها هي اللي استقدموهم أيا كانت طريقة الاستقدام بقى يعني دي نقطة الحقيقة قد تكون غير أدمية شوية بس هو ده كانت العصور دي كده زي ما كان في عبيد من أفريقيا كان السائد زي ما كان في عبيد من أفريقيا بيستعبدوا قصبا عنهم مش بإرادتهم برضو المماليك دول كانوا بيجبوهم ويبعوهم في الأسواق هنا الفرع التاني بقى المماليك البرجية هو اللي بينتهي 1517 نعمل بلاي باك ونرجع عن البداية ده بالنسبة للزمن بالنسبة للحدث الحدث يبقى لازم نقول شجر الدور وليست شجرة الدور هي كان اسمها شجر الدور وليست شجرة الدور دي هذه السيدة دي كانت مملوكة ضمن المماليك بتوع الملك الصالح ناجم الدين أيوب قرر أن هي تبقى زوجته وتبقى سيدة القصر وربنا أشاء الله أنها تنتقل بقى مش مملوكة عادية دي بقى سيدة القصر وبرزت الأحداث أو حصلت الأحداث بصورة أحيانا تحصل أحداث فتطلع بطل الأحداث حصلت في الوقت ده فطلعت بطل البطل ده إنه سيدة هي اللي تقود مصر لما زوجها الصالح ناجم الدين أيوب بيموت في ظرف عصيب مصر كان بتمر فيه الملك الفرنسي الوزي التاسع بيهاجم مصر 1249 بالحامل الصلبية السبعة العساكر تهزموا عنده دمياط دخلوا على المنصورة البلد بتغرق فيش حد بيعين بيموت الصالح ناجم الدين أيوب في نفس الفترة في وسط خدم الأحداث ودي أمرأة تعمل إيه والمماليك وكان عليها مآخذ كثيرة وتحفظات كثيرة إنجاز التعبير يمكن هاجل حضر مش هنوزف ده ده مش هنوزف دي عشان هو يعني يعني تفض المهم يعني فطبعا شجر الدور خبت خبر وفاة زوجها عشان ما يحصلش أي خلل في الجيش المصري اللي بيحارب ضد الصلبين وعشان تفضل أمور متماسكة لأن الخبر لو تصرب للمعسكر الصليبي يبقى تقولي على مصر السلامة قولا واحدا فكانت حريصة جدا أنها تخفي الخبر وبعتت لابنه كان في بلاد الشام اسمه ترانشا قايت له تعالى عشان تستلم الحكم بعد أبوك هي مرات أبوك فتعالى عشان تستلم الحكم بعد مرات أبوك هنا بقى الأحداث الضرامية بقى اللي فيها السبتات بقى فيها الشغل كيد النساء بقى زجز التعبير الراجل جاء وترانشا وبعدين قال لها أنت كفى عليك كده بقى يكتر خيرك إحنا بقى سيبينا بقى عشان حضرتك مشوخة بالك أنا المالكة شجر الدور مرات الصالح نجمدين أيوب يعني مسكت البلد وزبطتها لما أنت تيجي وكذا عشان بعد إذن حضرتك بعد إذن حضرتك بعد إذنك أنت بقى ببساطة جديدة يعني ورحت عملت مؤامرة عشان تخلص منه لأنها لم تتقبل أن هي تم تهمشها من المشهد فعملت مؤامرة وهو الملك دايما نقول إيه مات غريقا حريقا له صعبة صفات كده مات غريقا حريقا قتيلا ثلاث صفات أبشعة من بعض فعملت زي مؤامرة كده مع المماليك أصحابها بقى وقريبها اللي معاها القدر المماليك وحصلوا الترنشة طلع البرج رمو بالسهام رمى نفسه في المية فمات غريقا يعني ثلاث طرق في وقت واحد قتيلا حريقا غريقا وخلصت أصبح مين دلوقتي اللي بيدر البلاد شجر الدر دي البداية الدرامية دي بداية المماليك بقى في الأحداث من أنهما مجرد فرقة عسكرية تبعى الصالح نيج من الدين أيوب بيتحولوا بقى لإيه دلوقتي هنبقى قادر معادش في بقى حاجز ما من أيوبيين ولا عادش كذا احنا قادة البلاد البلد هتغرق دلوقتي والصلابيين في المنصورة والدنيا هتغرق فتحولت إن هي قادة البلاد ولم وصل الخبر للخليفة العباسي في بغداد يعني إيه ستة اللي تحكم البلاد فرح بعت لهم رسالة لو كانت البلاد معناها يعني تعدمت من رجالة نبعت لكم حد من عندنا هي بقى بزكاءها الأنثوي قررت إن هي تتجوز عز المعز أيبك أحد قادة المماليك الكبار وبقى هو يعتبر رسميا أول سلطان لكن الحقيقة شجر الدر تعتبر هي المؤسسة للمماليك مش قادة عسكرين كحكام كحكام لمصر وجود في الحكم أو تطأ يعني أقدمهم وأيبك يعتبر هو أول واحد بقى الأحداث مع أيبك هي اللي شفناه في الفيلم اللي حضرتك كلنا شفناه يعني وإن كان فيه بعض المشاهد الدرامية لكن هو حصل بقى مؤامرات بقى وكلام من ده وتقتل بالأبئيب في الحمام وهي كمان تقتلت بعد كده بنفس الطريقة وتيجي بقى يا مادام قسواء الحدث الأعظم في تاريخ مصر اللي أنا بقوله يعني طبي قرنط طبي إن 1260 التطار جايين بيكتاحوا العالم العالم نوي بيكتاحوا كل حاجة في تاريخهم بيهمجية ودموية وعشوائية وكل المساهمين بغداد وقاتلوا الخليفة وكسروا من مكتبة الحكمة ويعني عملوا أبشع حاجات ممكن أزيلت نصف حضارة بغداد بيهم الحضارة كلها يعني في طول طريقهم من أوسط آسيا لحد ما وصلهم ما فيش حد نجا نجا من طريقهم وحتى هم لما بعتوا المصر يعني كان فيها عبارة كده مشهورة يعني قال إيه بيهددونا قال إيه بيهددوا المصريين نحن لا نرق لما نشتكد يعني أي واحد يتوسل إلينا أو كذا قلبنا ما بيرقش ده دليل على إيه أن القتل هو الحل الأوحد عندهم الحقيقة هنا يعني مصر ما تهزتش ولا خافت ولا تراجعت وهنا بقى أنا بعتبر أول وأعظم حدث في طريق مصر مش في الوقت ده لا في الفترة دي كلها لأن حجم الخطر اللي موجود كان أعظم بكتير من خطر السلبيين اللي أبنوا صلاح الدين في حطين يعني إحنا دايما بنعتز بصلاح الدين الأيوبي كرمز من رمزنا العربية والإسلامية في العالم الإسلامي لكن اللي يعرف حقيقة التطار واللي عملوه في العالم ووقفوا على أبواب مصر ومصر خرجت جيشها بقيادة قطز ومعاه القائد بتاعه باي برسل بن دقداني وإن هما مستنوش لما يدخل مصر قالوا إحنا هنخرج هنا بقول يا جماعة من فضلكم نركز الجيش المصري خرج بقيادة المماليك مش المماليك اللي خرجهم أرجوك لا تهمشوا المصريين من المشهد جيشنا العظيم في الوقت ده هو اللي خرج بقيادة المماليك ويشاء المولى عز وجل في 1260 عين جلوت يعملوا خطة عبقرية لمحاصرة القوات بتاع التطار اللي هي كانت توازن مثلا إيه؟ زي ربنا ما أكرمنا كده في حرب 73 بالنصر العظيم من عند ربنا هو نفس الاستكار موكي يبقى فيه عسكري مصري في جيش المماليك بس قصاده 101 من التطار لكن هو إلهام من عند الله وحنكة عسكرية وتخطيط صح وقيادة صح وشجاعة ده أهم وأعظم محطة إزجاز التعبير وقابل سكور في تاريخ المماليك وفي تاريخ مصر النقطة دي بتوصف زي ما حضرها قلت أنها أهم وأول لكن بتوصف بأنها نقطة الثبات والوجود فيما يخص المماليك في مصر وأنه هما نظر إليهم بشكل مختلف من المصريين وحصل نوع من التفاعل الإيجابي أو المودة إنجاز التعبير الكبيرة بعد هذا الانتصار هو محدش كان يتخيل أن مصر هتهزم التطار ومصر لوحدها بجيشها بدون أي مساعدة من أي حد في ذلك الوقت لكن النقطة التانية أن جيش مصر هيخرج مش هيستنى لما يجيله التطار أن هيقتله الرسول بتاع التطار مش هيططبوا عليه وقلوا له والنبي إحنا خايفين تبقول لهولاكو يستنى علينا شوية فيش الكلام ده خالص الرد كان معنى قتل الرسولي يعني إعلان حرب إعلان حالة الحرب فمصر هي اللي أعلنت حالة الحرب على التطار في ذلك الوقت دفع نقطة مهمة جدا من قصوة أن أنت قلبك ما يتهزش مصر ألبك ما يتهزش أبدا ولا تخاف وعشان كده هي زي ما ساعتك تفضلتي هي نقطة الثبات والانطلاق لمنجزات ومآثر ومآثر المماليك فيما هو قادم بس عايزة أقول هي مآثر المصريين في عهد المماليك طيب دي برضو أنا يعني سعيدة جدا وممتنة بالبعض اللفتات اللي حضرتك بتحطها لأنها بتحدد الإطار التاريخي لنا وبتحدد حجم المصريين على مر التاريخ كانوا بيتعاملوا زي أي أن كان الحاكم ده اللي كنا بنتكلم فيه حتى في مصر القديمة وفي حقا بزمنية مختلفة دكتور لو حبيت بقى برضو بنظرة شمولية وبأستفيد من وجود حضرتك أكتر أهم الحكام اللي ممكن نلفط النظر ليهم أهم الأحداث اللي ممكن نعلق عليها باختصار عشان نحافظ على الوقت اللي بنامت المصريين والجيش المصري في عهد المماليك هو اللي طرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام دي نقطة مهمة جدا جدا الأشرف خليل بن قلوون هي بيحسب له النوع في 1291 كان لسه عكا نول إيه مستعمرة صليبية قوية جدا وإحنا عارفين حصانة مدينة عكا على مرة التاريخ صيدة مدينة صيدة في لبنان وغيرها من المدن الليبنية كلها معاقل صليبية الفرنجة هم اللي بيحتلوها فجه الأشرف خليل بن قلوون واستطاع أنه هو في 1291 يكتسح بالجيش المصري بقيادته المبلوكية يكتسح الساحل الشامي ويطرد كل الصليبين وينظف بلادنا تماما من الوجود الصليبي فكانت النتيجة الرد على هذا النصر العظيم أنه كل الصليبين طلوا على قبرص وجعلوا من قبرص محطة انطلاق ضد مصر دي محطة يمكن باعتبرها المحطة التانية المهمة قوي المحطة التالتة بقى في 1365 بملك قبرص بيهاجم مصر هاجم اسكندرية وحملة عنيفة جدا جدا بنعتبرها حملة صليبية عنيفة جدا فكان الرد من مصر برضو أن خرج الأسطول المصري في ثلاث حملات متوالية 1424 25 26 في 26 قبرص بقت إدارة مصرية لمدة 100 سنة لمدة 100 سنة قبرص مصر هي اللي بتحكمها بأي صفة هي بتحكمها واللي بيحكم هناك بيحكم باسم مصر المحطة الأخيرة اللي عايزة أفعالها ده طبعا إنجازات هيلة جدا وفيها كلام كتير المحطة الأخيرة بريفلك كده برضو هي النهاية المماليك لأن ده الحقيقة مصريين كتير زعلوا وحزنوا وكان بكاء وعويل من المصريين أهل البلد مفترض أن المماليك دول مش مصريين في الأصل لما جهل السلطان التركي العثماني وخلاص يعني وطن لنفسه في شمال أوروبا ودخل البلقان ودخل القسطنطينية ودخل البلقان وقالت نلف بقى كده الدائرة ندخل على العالم العربي ننزل مع جنوبا لقى أن مصر وقفاله وخرج الجيش المصري بقيادة سلطان قنسوال غوري في مرج دابق 1516 وانتصر الجيش المصري في بداية المعركة فبعت له السلطان التركي ويعني في خدعه وتزلل وقل لقنسوال غوري أنت عمنا وأنت أستاذنا وإحنا تعلمنا منك وإحنا كذا في الوقت اللي كان بيتدبر فيه خيانة مع بعض القادة في الجيش المصري ولما المرحلة الثانية من المعركة للأسف اتهزم الجيش المصري وقتل السلطان قنسوال غوري نتيجة خيانة خير بيك وحتى بنسميه خين بيك وليس خير بيك أول وقاحد القادة التنين وبيدخل السلطان العثماني بلاد الشام بالخيانة وبيهزم الجيش المصري بالخيانة وليس بالكفاءة وبيدخل هنا بقى في مصر خرج الشعب المصري مع السلطان تومان باي وقرروا أن هم يطلعوا يقابلوا الأتراك وميسمحوش أنهم بدخلوا المصر أبدا وفعلا خرج تومان باي وخرج معاه المصريين وده مثبت ابن إياسعي لهذا الكلام وخرج المصريين عمت الناس خرجوا مع تومان باي وشكل جيش تاني غير اللي اتهزم فوق وحفروا الخنادق وكذا لكن للأسف الخيانة برضو كانت هي ده الأتراك في تعاملهم في ذلك الوقت مع الأمور هي بدونها سياسة مستمر نمط تفكير مستمر فراشوا بعد العربان وليس المصريين العربان اللي هم البدوانز اللي عايشين فيه السحارة بتاع السحراء الشرقية السحراء الشرقية اللي هي أصود محافظة الشرقية وراشوهم فبدأوا بيبلغوهم بالخطط بتاع التومان باي فأدركوا كل الخطط فرحوا تعاملوا مع الخطط بطريقة عكسية وعملوا التفاف واسع المدى في ظهر الجيش المصري المرابط فضل تومان باي مع المصريين يحربهم هنا من حي الحي ومن شارع لشارع حرب عصابات لدرجة من السلطان سليم الأول خاف يدخل القاهرة اللي مدة كذا يوم قالك لأ أما أضمن أني أنا انتصرت وأني معتش في مقاومة أدخل لأنني بالشكل ده وطبعا المصريين أزقوهم الويل لكن برضو للمرة التانية بيتم خيانة تومان باي فبضطر تومان باي أنه يهرب واستخبى عند أحد العربان في البحيرة ما حافظ البحيرة حاليا يعني للأسف الشديد هذا الشيخ العربان يعني حسن بن مرعي بلغ سليم الأول أن أنا عنده تومان باي فقبطوا عليه وبعتوه هنا في المشهد المصريين مصطفين يمين وشمال عند باب زويلة في الغرية وباب زويلة لازال موجود يشهد على الحدثة بيبكوا بالدموع وبالعويل وبالصويت وهو راكب الفرس مقيد وكان بيحييهم بحت برغم من قيده كان بيحييهم ولما شاف المشناء متعلق على الباب زويلة أدرك أنه هو هيتشناء وقبلها دخل في سجال فج مع السلطان سليم رأس برأس وأخذ بالحضراتك فبدل ما يعفو عنه أحد القادة قال له أنت لو سبته هيبقى جيب مقاومة والمصريين هيلتفوا عليه ومش هتسيطر على مصر فاقتلوا أو يعدموا أحسن ويبقى كيرا خلصنا منه وخرج طمان باي وطلع بنفسه على الباب زويلة من فوق شوف الشجاعة قال له أنا شاعل وشوف شغلك اللي هو يعني الرجل اللي قايم مسؤول عن الإعدام زي عشماو كده دلوقتي بكل شجاعة قال له شوف شغلك يتفضل إعدم واسمعي وصف بن زنبل الرمال لهذا المشهد تبكي من بكاء المصريين أنا شفت لما قريت كده شفت المصريين بعيني وتخيلت المشهد لأن أنا عارف الغرية كويس وهم بيبقوا على هذا السلطان اللي كان له شعبية كبيرة برغم أنه محكم هوم الشيغريم كان شهور في 1560 لكن مثل أيقونة الدفاع عن الوطن بمقتله بمقتل 8 بي 1517 يعتبر كده انتهى الممليك من الناحية السياسية ولكن يا شاء القادر يا مدام القسماء أن يظل الممليك لحد النهاردة أعظم حضارة عملت في مصر وعمارة ومساجد ومدارس وحاجات كثيرة جدا هي بقايا العصر المملكي الجانب الحضاري هو أهم بكثير من كانب السياسي أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة والحية أنا في صمت تام استمتاعا بالسرد وبالحكي وبكل المحطات لحضرتك توقفت عندها بالتبسيط وبسرعة وبدقة أيضا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة ضيفي الكريم مستاذ دكتور طارق منصور وكيل كليات الأداب جماعة عين الشمس شكرا جزيلا لوجودك معنا وللحديث بقيا إن شاء الله إن شاء الله نورتنا شكرا لحضرتك مع حضرتكم من هذه الوقفة وفكرت حضرتكم ورجعوا للمحطات مختلفة وقفنا عند كتب مختلفة عند مؤرخين رصدوا كنا لسه من حلقات مع ابن إياس وكيف وصف الفترة اللي كان بيعاصرها وكيف وصف ما سبقه في العصر المملوكي وكيف وصف هذا الاحتلال العثماني التركي إنجاز التعبير كما وصف ابن إياس في هذا وكلمات عصيبة وقوية ودقيقة رصد بها أو وصف رائع جدا رصد به الحالة المصرية في هذا التوقيت وحبينا نمر مع حضرتكم بشمولية على الموضوع إن شاء الله في توقف مع كل فترة من الفترات المهمة خاصة تفضل الدكتور بذكرها نخرج فاصل ويرجع ومكمل مع حضرتكم في العصف والريحان قبل أربعة أعوام تقريبا أصدر الكاتب الكبير محمد سلماوي الجزء الأول من مذكراته تحت عنوان يوما أو بعض يوم وانتظر الوسط الثقافي وقراء سلماوي في الوطن العربي صدور الجزء الثاني الذي اطلت غيبته حتى صدر العصف والريحان محملا بأسرار الكاتب الكبير ومشاهداته ورؤيته في مذكراته من جديد حيث ينسك سلماوي العديد من الأحداث الوطنية القبرى بالتوازي مع سيرته الشخصية منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي حتى حين في جزئين شارك سلماوي قراءه بكتابته عنهم دكتور محمد سلماوي كما يعرفه رواد الصحافة والأدب في الوطن العربي والحالم مثقف أثره ليس فيما ينتجه من أعمال أدبية فقط لكن سيرته تسير جنبا إلى جنب مع منجزه القصصي والروائي وبصمته في خريطة المصرح العربي تؤكد أنه خير امتداد لزمن الأدب الرفيع عاش سلماوي طوال مسيرته مقدما خدماته الجليلة في نقابة الصحفيين ولاتحاد كتاب مصر نحو سنوات عشر فلا كل ولا مل ولا أبناء المهنة أراد التعادة كما مثل وطنه مصر في الأمانة العامة لاتحاد كتاب أسيا وإفريقيا الذي زادت رقعته ليضم دول أمريكا اللاتينية أيضا فضلا عن جوائز تقديرية مصرية وعربية وعالمية نالها ونالت من إبداعه عن الرحلة بين يوما أو بعض يوم والعصف والريحان يحكي الكاتب الكبير الدكتور محمد سلموي كيف جرت المقادير معه في صالون المساء مع قصوى يعني من المتعة زي ما قلت لحضراتكم أن تقرأ للدكتور محمد سلموي وقلت لحضراتكم بسعد من القلائل اللي ساعدت بلقاءهم مرارا وتكرارا وكلما أتيحت الفرصة أو سنحت الظروف أن ألتقي الدكتور محمد سلموي الذي تحول اسمه إلى لقب ربما بشكل كبير أن تصبح محمد سلموي أصبح الأمر لقب أكثر منه اسم أو صفة لشخص أو لمسيرة كلما سمحت الظروف ألتقي الدكتور محمد سلموي للحديث أو للقاء أو للتعلم ربما بشكل كبير لكن أن تقرأ للدكتور محمد سلموي فهو شيء آخر وأن تقرأ مذكرات محمد سلموي فهو شيء آخر أيضا ليه بقى؟ يوما أو بعض يوم الناس اللي تبعت أو شافت لقاءتي مع الدكتور على هامش يوما أو بعض يوم كان الحديث عن أننا نقرأ رواية لإنسان هي رواية مكتوبة بأسلوب أدبي وسردي رائع جدا لكنك تجد التاريخ في محطات مختلفة وربما كان يعني حد في بعض المواضع وناعم في بعض المواضع في رصده العصف والريحان وأنت تقرأ هذا الكتاب ستتوقف أمام بعض المحطات اللي حتوقف فيها برضو مع الدكتور ولفتت نظري لذلك يعني ربما أزعكت الكتاب قليلا لكن سأعيده بعد ذلك إلى سيرتي الأولى النهاردة هيكون في وقفة مع الدكتور محمد على هامش العصف والريحان بدءا من لماذا العصف والريحان أو انتهاءا كما طرح لماذا العصف والريحان ونبتداءا من محطات مختلفة ربما نصل في نقاط إلى توجهات سياسية إلى بعض الأراء إلى رؤى فكرية وثقافية شارك فيها في مصار مصر الثقافي في محطات مختلفة وبعض التشابكات المعقدة التي سنحلحلها في هذه الجلسة مع ضيف الكريم الدكتور محمد سلمي ومنوارني وأهلا بك يا دكتور ربنا يخليك نفتقدك وحشنا الله يخليك ربنا يدي حضرتك الصحة دكتور محمد سأنتهي بالعصف والريحان لماذا؟ لأن الموضوع أثر الكثير لكن زي ما قلت في البداية أنا بشكر حضرتك على المسميات التي تضاعها على أعمالك دائما الحقيقة اختيار الاسم فارق جدا ومؤثر جدا ممكن ده يكون سؤال البداية الاسم اللي بيوضع على العمل بترى أنه ممكن يكون بيحمل ثقة كبير للعمل ولكن يعني ربما حين نقرأ نكتشف أنه الاسم كان أكبر مثلا فده يصير صدمة أو شيء من هذا القبيل ولا الأسماء بينظر إليها القارئ بشكل مختلف يعني هو الاسم يجب أن يكون معبر عن مضمون الكتاب لأنه من خلال الاسم القارئ بيختار الكتاب أول اختيار له هو الاسم أو الحاجة بتجذبه ثم بعد ذلك قد يقرأ ما هو مدون على ظهر الغلاف ليعرف التفاصيل أكثر لكن العنوان بيشد للوهلة الأولى من هنا كانت أهمية العنوان كيف للكاتب أن يختار العنوان الدال على موضوعه دون أي يعني مش عايزة أقول خداع يعني لأنه إذا حدث أنه العنوان ما بيدلش على الكتاب بتسيب رد فاعل سيء لن يترك فقط القارئ الكتاب الذي يعني يقتنى أو قرأه أو غير ذلك وإنما سيترك الكاتب نفسه يفقد الثقة آه يفقد الثقة يعني ياخد انطباع أنه مخادع الكاتب ده مخادع بيبحث عن الشهرة السريعة ويلقى عكسها فالاختيار مهم ثم أن يكون العنوان ليس فقط دالا على الكتاب وإنما جاذبا أيضا وبقدر الإمكان يحول موضوع الكتاب إلى آيقونة صغيرة سك أو آيقونة أو غير ذلك مما يجذب القارئ المحطات المختلفة في الكتاب هذا التقسيم نتكلم تقريبا فيه حوالي 33 محطة اختزلت بيهم الزمن ومرحلة طويلة ربما توصفها تكون الختام أن تأريخ هذه المرحلة من وجهة نظر حضرتك في الرصد لحياتك 33 محطة على أي أساس كان هذا التقسيم؟ التقسيم حسب الموضوعات لأنه يعني أنا بفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات السيرة يجب أن يكتب فيها كل شيء من الميلاد إلى الممات إنما المذكرات هي وقفات عند كما تفضلت وأنت قارئة يعني جيدة بنفخر بيها في التلفزيون بشكل عام شكرا محطات بيتوقف عندها الإنسان وربما من خلال هذه المحطات بيعطي سرد كامل لحياته دون أن يسرد سيرته يوما بيوم فصادف أنه المحطات الجديرة بالتوقف في الفترة التي تتعلق بها الجزء الثاني من المذكرات وهي من بداية حكم الرئيس مبارك إلى إقرار الدستور الجديد لمصر الذي وضع البلاد على شفا أو عتبت مرحلة جديدة تماما في تاريخها الأحداث الهامة في هذه الفترة التي توقفت عندها هي عدد هذه الفصول التي ذكرتها لملاحظة وبسأل حضرتك عنها أنه يوما أو بعض يوم كان التوقف في محطات وكأنني أتوقف في محطات السياسة ربما أو شيء من هذا القبيل كشعور هنا يبدو كأنني أتحقق أو أتوقف في محطات الثقافة والفكر وبعض الرؤى الثقافية بعض الوقفات الفارقة في مسرتك الإبداعية وكأن المصار هنا ثقافي إبداعي والمصار هناك ربما سياسي بشكل أكبر هذا صحيح ولكن ليس بشكل قاطع يعني هناك شعور يعني لا يعني أقصد هناك ثقافة أيضا في الجزء الأول وهناك في الجزء الثاني الكثير من السياسة خصوصا في مرحلة حكم الإخوان ومرحلة الثورة والأحداث التي كانت فيها ولكن ربما لأنه عملي الإبداعي كان حجمه في حياتي أكبر في هذه المرحلة المرحلة الأولى التي أنا تركت فيها الجامعة في الجزء الأول من المذكرات وعملت بجريدة الأعرام انخرطت فيها في السياسة بشكل كامل أوصلتني في النهاية كما تعرفين إلى الفصل من العمل ثم الاعتقال ثم إلى آخر ما سرطت في الجزء الأول بعد ذلك في المرحلة التالية بدأت أتجه أو أعود بشكل أكبر إلى الإبداع ولم يقتصر عملي على الاهتمام السياسي فقط من هنا كانت الجرعة الثقافية في الجزء الثاني لها وزن أكبر من الجزء الأول في البداية من الرجل الذي عادت إليه ذاكرتي وعلى همش ما تفضلت بالحديث بتقول حضرتك ثم توالد بعد ذلك الأعمال الأدبية وكأنها كانت قيد الأسر وانفك أسرها يعني بتصف انطلاق حضرتك الأدبي بأنه تخلص في هذه المرحلة أو في العصف والريحان بأنه تخلص من الأسر أو خروج من الأسر لأن السياسة أسرتني في بداية عملي بالصحافة في سنة سبعين أنا سبت الجمعة واشتغلت في الأهرام سنة سبعين دي اللي شاهدت رحيل الرئيس جمال عبد الناصر وتولي الرئيس أنور السادات والتحول الكامل في السياسات والاضطرابات التي حدست في بداية حكم الرئيس السادات ثم حرب أكتوبر المجيدة ثم مات لها من سياسات خلافية بعد ذلك خصوصا في مجال منتل الكلمة خلافية فقط يعني أنا بشكر حضرتك على الوصف فقط تفضل حضرتك فكل ده أسرني بشكل كبير جدا ولم يكن من الممكن إزاء هذه التقلبات الكبرى أن أدير ظهري لها وأكتب القصص والأشعار لكن بعد مرحلة معينة عدت مرة أخرى إلى الأدب وكنت قد تركته في هذه السنوات عدت إليه وقد كان هو مجال دراستي الأساسية والأولى سواء هنا في مصر في الجامعة أو بعد ذلك حين سافرت إلى إنجلترا فعدت مرة أخرى محملا بهذه الهموم السياسية فجاءت إبداعاتي يعني مشحونة بصبغة بصبغة سياسية بلا شك يعني أو نقول وطنية لأنها ليست حزبية أو غير ذلك لكن كان فيه الهم الوطني كان واضح جدا بخلاف الأعمال اللي كتبتها قبل أن ألتحق بجريدة الأعرام في الفصل الثاني إنجازة تصميته بالفصل فوت علينا بكرة بتتكلم حضرتك فيه نقاط مختلفة كده وإحنا على هامش المسرح والإبداع وغيره وبعدين بتصف حضرتك أعتقد أن إقبال الشباب على المسرحتين كان مرجعه إلى مبمونها الذي يصور الصراع بين القديم ممثلا في الجيل السابق الذي أضير بالثروة والمحتمي بالبيروقراطية الحكومية والجيل الجديد الذي يمثله الشباب الباحث عن مستقبله بتصف الجيل السابق بأنه كان محتمي بالبيروقراطية الحكومية هذا التوصيف أو الوصف لجيل كامل كان لديه الإبداع ليس فقط على هامش أو محتمي بالبيروقراطية مش نوع من الشمولية شوية في التوصيف أكتر من اللازم؟ ما فيه الشك فيه نوع من العمومية أكثر لكن بشكل عام الجيل الذي أضير من الثورة كما ذكرت في حضرتك كان هو الجيل القديم طبعا فيه استثناءات لكن الجيل الجديد نشأ في ظروف مختلفة نشأ في ظل ثورة بتتكلم عن العدالة الاجتماعية عن القومية العربية عن التحرر من الاستعمار عن كل هذه المفاهيم اللي تربى عليها جيل بأكمله الجيل السابق طبعا نشأ في ظروف مختلفة وبالتالي هو من أضير من الثورة وتوجهاتها السياسية خاصة توجهاتها الاقتصادية أكثر من الجيل الجديد فكان فيه بسبب الثورة نوع من الفجوة بين الأجيال من الفجوة بين الأجيال إلى الوشاح الأصفر أتكلم حضرتك في السنوات الخاصة بالثمانينيات كانت بتمثل مرحلة تفتح ونماء في حياتي حيث تجاوست حالة الخجل والانطواء التي لازمتني في طفولتي وصفايا طبعا عايزة أتوقف عند مرحلة تفتح هنا في ما يخص الثمانينيات والشق الآخر تجاوست حالة الخجل هل يعني ذهبت إلى الاعتقال أو تعرضت الاعتقال وغيرها من محطات مختلفة كيف كان يصاحبك فيها دكتور محمد الخجل والانطواء؟ لا ما كانش يصاحبني يعني موضوع لفت نظري برضا لا هو الخجل والانطواء الذي اتصفت به طفولتي أظن مكتوب وصباي طفولتي وصباي لكن المرحل اللي حضرتك بتكلمي عنها كنت تخطيت مرحلة الصبا فعلا وكانت مرحلة التمانينات هي مرحلة النمو قبلها كان فيه سنوات التكوين قبلها كان فيه الصبا ثم الطفولة قبل ذلك لكن التمانينات فعلا كانت مرحلة نماء شخصي بينما أنا كنت شايف أنها يعني على المستوى الوطني ما كانتش مرحلة تنمية زي ما كانت مرحلة الستينات مثلا بمعنى إيه؟ ما كانتش مرحلة تنمية بتتكلم عن سياسة الدولة أو عن المشهد العام ولا بتتكلم عن إبداع حضرتك مثلا لا بالعكس بالنسبة الإبداعي كانت مرحلة نمو دي المرحلة اللي بدأت فيها أعود إلى الأدب وكتبت مسيرة إبداعية مختلفة آه بدأت أكتب مسرحياتي أظن فوت علينا بكرة اللي حضرتك زكارتية كانت سنة 84 كتبت 82-83 وعرضت 84 لكن على المستوى العام في البلد ما كانش فيه مرحلة تنمية زي ما هو موجود دلوقتي ولا زي ما كان موجود في الستينات كانت مرحلة جمود إلى حد كبير كان مرحلة مسيطر فيها فكرة أن مصلحة البلد هي في الحفاظ عليها كما هي يعني مش الانطلاق إلى أفاق جديدة قد يكون فيها يعني تجدد أو شيء أفضل بالزبط كده حضرتك في التوصيفات المختلفة وصولا إلى النقطة اللي حضرتك بتتكلم عنها استشعرت وكأنه في حالة رضا عن مرحلة بدايات الثمانينيات حتى وصلت إلى فصل رأيت فيه وكأن الدكتور محمد بيعود إلى ما سبق ليصف بأنه لم يكن شيء جيد هذا الاستقرار أو هذه الرؤية السياسية اللي كانت موجودة وقتها هو ما فيه الشك وأنا أصل بقسم مرحلة الرئيس مبارك إلى تلت أقسام يعني ربما قعد تلتين سنة تقريبا كل جزء منهم في حدود عشر سنين بالتقريب يعني مش متساوين لكن المرحلة الأولى بالتأكيد كانت أفضل المراحل لأنه جاءت بعد مرحلة من الاضطراب الشديد جدا في المجتمع لو تذكري حضرتك في نهاية عصر الرئيس السادات كان فيه يعني كنا تقريبا على شفى حرب أهلية كان فيه أحداث الزاوية الحمراء كان فيه كنائس بتهدم كان فيه مساجد وكان فيه يعني دماء سالت في هذا الوقت بشكل كبير جدا التعصب الديني زاد بشكل كبير وكان ذروة هذا الاضطراب اغتيال رئيس الجمهورية نفسه فالرئيس مبارك تسلم البلد في هذا الوضع واستطاع بهذا الهدوء ومحاولة الحفاظ على كل شيء أن يعيدها بالتدريج إلى بر الأمان فكانت مرحلة هامة جدا وأنقذت مصر من أهوال كان يمكن أن تتحقق ولكن حين تظل السياسة طوال الوقت هي الحفاظ على كل شيء كما هو الحفاظ على الحالة الراهنة كما هي يتحول هذا إلى جمود جمود يؤدي وأدى بالفعل في نهاية المطاف إلى انفجار على الرغم من أنه في المساري اللي حضرتك بتتكلم فيه لما ذهبت إلى مناحي ثقافية مختلفة بما فيها الاستعانة بحضرتك أو تقديم الرؤية الثقافية أو التحديث أو غيره استشعرت وكأن حضرتك بترصد أن الحالة العامة الثقافية إنجاز التخصيص فقط أصبحت أفضل ويوجد بها انتعاشة كبرى هل يستقيم أن يكون هناك انتعاشة ثقافية دون وجود أو على الهامش انتعاشة في مواضع مختلفة تخص السياسة العامة للدولة فيبدو وكقارئ أن الدكتور محمد رصد ما يخص الانتعاش الخاص به في التقديم أو في التحديث في المستوى الثقافي المصري من خلال رؤيته ولم يرصد الشق الآخر بنفس الدرجة من الرصد للعالم الثقافي أو للحالة الثقافية لا هو كان فيه نوع من الجمود في الحياة بشكل عام إلى أن وصلنا للمرحلة الثالثة في حكم مبارك اللي تولى فيها بشكل أكبر نجله جمال مع مجموعة أصدقائه من الشباب ويعني حصل نوع من الحركة إيجابية أو سلبية يعني التاريخ يحكم عليها لكن المرحلة السابقة على ده كان فيها جمود بشكل كبير جدا إنما كان هناك رواج للنشاط الثقافي راجع إلى شيء آخر ليس راجعا إلى توجه عام للدولة مثل ما كان الحال في مرحلة الستينات مثلا حيث التنمية الاقتصادية والسياسية كان يصاحبها تنمية ثقافية أيضا كجزء من منظومة عامة متكاملة لا الرواج الثقافي الرواج كان رواجا في الأنشطة الثقافية يعود أولا وأخيرا لرؤية وزير هو الفنان فاروق حسني كان له من السلطة ما يسمح له بأن يعني يمارس عمله ويطبق رؤيته الثقافية كما يريد ما كانش فيه معارضة لعمل لكن إلى أي مدى كانت هذه الرؤية الشخصية للمسؤول عن الثقافة جزءا من رؤية شاملة لمنظومة إدارة شؤون البلاد الرد على هذا أو للرد على هذا نعود مثلا إلى الدستور اللي كان موجود هل كان بينص على الثقافة وضرورة انتعاشها وكيفية رعايتها وكذا وكذا لم يكن هذا وريدا في الدستور أفهم من كلام حضرتك أن قد تصف الانتعاش الثقافية لحضرتك تعرضت ليه هنا طبعا أنا مش عايز أحرق الكتاب لحضرتكم بالتأكيد القراءة هتكون أفضل لكن يعني بنتناقش فيه عموميات أو فيه رؤوس مواضيع بتصف حضرتك بأنها ربما كما فهمت منك هي انتعاشة تخص سياسة الدكتور فاروق حسن بالزبط كده ولم تكن التوجه العام للدولة في هذا التوقيت والدليل على هذا كما قلت لك ليس فقط أنها لم تكن جزءا من دستور البلاد في ذلك الوقت أنها لم تكن جزءا من التكليفات الحكومية نرجع ليه التكليف الوزاري الذي كان يصدره رئيس الجمهورية لكل رئيس وزراء قادم هل كان يتعرض للثقافة أو ينص على دور الثقافة أو يحث على غير صحيح نعود إلى برنامج الحزب الحاكم هل كان برنامج الحزب الوطني يعطي مساحة كبيرة للثقافة والنمو الثقافي والتنمية غير صحيح طيب الدكتور قد نعود إلى نقطة أخرى وحضرتك أستاذنا أنه كنظام اختار وزير على الرغم من لفظ الوسط الثقافي بشكل كبير إنجاز التعبير للدكتور فاروق حسني زي ما حضرتك رصدت في الكتاب فهذا النظام اللي حضرتك بتجب عنه أو بتحذف عنه بشكل أو بآخر فكرة أنه كان بيدعم توجه ثقافي ما اختار هذا الوزير وتمسك به الذي جاء تاليا بأن وضع سياسة ثقافية كما طلب من حضرتك يعني الاستعانة بخبرات حضرتك في هذا الموضوع فإزاي استقيم الأمر إنها كانت رؤية الوزير فقط وليست رؤية الدولة في هذا التوقيت لم يكن هناك إصرار من جانب الدولة على أنه لا يكون هناك تنمية ثقافية فإذا جاء وزير وأحدث نوع من الانتعاش الثقافي ونشطت في عهده الأجهزة الثقافية وانتعشت الأنشطة الفنية وكذا فما الضرر يعني كان هناك قبول كان سر اختيار الدكتور فاروق من وجهة نظر حضرتك في التوقيت ده اختياره لا لم يكن اختيارا لهذا السبب وحين تم اختياره لم تكن القيادة السياسية تعلم عنه شيء والذي اختاره كان رئيس الوزراء عاطف صدقي رحمه الله الذي عمل معه في فرنسا حين كان الاثنين بالألف ملحقان بالسفارة هناك وكان يعلم قدراته ويعلم أنه يستطيع أن يحقق إنجاز كبير في الثقافة فطرح اسمه من بين ثلاثة أسماء على رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية تناقش معه في الأسماء الثلاث واتفقوا أو اتفقا للاثنين على فاروق حسني ولم يكن رئيس الجمهورية يعرفه على الإطلاق طيب أنا حبيت أسمع يعني برضو كان عندي تساؤل وعندي المزيد من التساؤلات بس عايزة عدي على الموضوع بشكل شامل فحتجاوز هذه النقطة حضرتك وبتصف أنه يعني ربما بشكل أو بآخر تقدمت إلى الواسط الصحفي بشكل يعني كبير بتقول أنه بوصفي مفصولا من عملي الصحفي وبعض الأمور المتعلقة بأنه الصحفي إذا مر على السجن وإذا تعرض للاعتقال وإذا فصل من جريداته في هذا التوقيت أو من عملي الصحفي فده كان بيطفي عليه هالة أخرى تقييم حضرتك أو رؤية حضرتك في طرح الموضوع كانت إيه وهل نقدر نقول أنه يعني استمر لفترة طويلة هذا التوصيف أو هذه الرؤية الرؤية دي كانت رجعة إلى أنه الرقابة كانت شديدة جدا على الصحف وبالتالي كان الصحفي اللي هو رأي مخالف بيتعرض كما تعرضت أنا فصلت من عملي عدة مرات في عهود مختلفة سواء في عهد من أول عهد الرئيس السادات لغاية عهد الإخوان فكان جزء من حياة الصحفي هو التعرض للملاحقة والفصل والاعتقال وغير ذلك من الإجراءات يعني اللي احنا عارفين هذه فأصبحوا كأن هذا يعني شيء ملازم للعمل الصحفي لدرجة كان هناك مقولة شهيرة للمرحوم جلال دين الحمامسي يقول الصحفي اللي ما معتقلش يبقى مش صحفي طريق إلى السجن يبدأ من الصحافة أيوه طيب في وقفة أخرى حضرتك أنا في القراءة هتلاقي حضرتكم فصول مع الرقابة مختلفة في توقيتات مختلفة وسنوات مختلفة لكن في جملة حضرتك سألتها أردت أن أسأل أليست كل الأجهزة الرقابية تابعة لدولة واحدة ذات سياسة محددة ومعروفة؟ توصلت الإجابة للسؤال دي ولا لسه؟ توصلت وأعتقد أن أنا يعني أوضحت للقارئ أنه هذا غير صحيح أنه كل جهاز في الدولة له الرقابة بتاعته بدليل الواقع اللي أنا سردتها بخصوص هذا الموضوع أنه كان لها مصرحية الرقابة على المصنفات الفنية أجازتها بعد نقاش وبعد تعديلات وكذا إنما في النهاية أجيزت وعرضت وحين جاءت تلفزيون ليصورها تلفزيون الدولة رقابة الإعلام رقابة التلفزيون اعترضت لا طب ما قال الرقابة أجازتها لا أجازتها للعرض في المسرح لكن إحنا بنعرض داخل بيوت الناس فلنا معايير أخرى معايير سياسية برضو إنما وكانهم تابعين لدولة أخرى قد كده كانت الرقابة متشددة ومتشتتة بين مختلف الأجهزة فالمعركة اللي كنا بناخدها عشان المسرحية تتعرض نرجع ناخدها مرة أخرى مع رقابة أخرى رقابة التلفزيون لكي يتم تصوير أو عرض الولية المسرحيات لم تسجل لهذا السبب في محطات مختلفة حضرتك رصدت ما يخص الدكتور فاروق حسني بأنه كان خلف لمسلف عظيم وأنه حصل حالة لفظ في هذا التوقيت ثم جاء التوافق والتصالح بعد ذلك مع منجزات مختلفة قدمها الدكتور فاروق وحضرتك رصدت الشق الخاص بالسياسة الثقافية الوضع اللي حضرتك تقدمت به أو السياسة اللي حضرتك تصورتها أو وضعتها أو الرؤية اللي حضرتك وضعتها أخذ بها كاملة وتم الاستعانة بها بعد ذلك وتم تطبقها إلى نهاية هذه الفترة ولا كيف تعامل معها الدكتور فاروق وكيف تعامل معها النظام الحالي في هذا التوقيت لا أنا لم أعمل مع الوزير فاروق حسني إلا لمدة سنة لكن وضعت رؤية آه ساهمت مع آخرين في لجنة هو شكلها كنت أنا يعني مسؤول عنها في وضع سياسة ثقافية وده كان بطلب منه أيها مما يؤكد وجهة النظر اللي كنا بنقولها إن الدولة لم يكن لديها سياسة ثقافية يعني شخصانة المنجزة الثقافية في هذا الوقت اللي الدكتور فاروق ما قدرش أقول إذا كان شخصانة كانت سياسة عامة وضعها للوزارة من أجل البلد فما كانتش يعني فيها الصفة الشخصية أوي لكن كانت من يعني بمبادرة منه هو ثم بعد ما أنا تركت الوزارة هو قاعد في الوزارة 23 سنة أنا قاعدت سنة واحدة بس وكيلا للوزارة تطورت هذه السياسة بشكل حسب الأحداث وبتاع ويعني ما قدرش أقول إن ظلت هذه السياسة الأولى التي وضعناها في بداية تولي الفنان فاروق حسني هي اللي سائدة حتى النهاية أكيد تم تطورها بشكل كبير يعني حرصا على الوقت فيه جزء بس أدى بيه هتوقف مع خضرتك عنده وأنا أقرأ ماشي بالزمن بتقدم مرحلة 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 لحد ما أجي عند الأميرة مارجريت فوق أسد العالي فحس إن أنا رجعت بالزمن مرة أخرى ثم أعود مرة أخرى هذه الوقفة الزمنية أو العودة الزمنية إنجاز التعبير ما تمثلش نوع من الفصل المعنوي للقارئ وهو ماشي بيتخيل الأحداث مع الدكتور محمد ثم فجأة يتوقف ويعود إلى حدث ثم يعود مرة أخرى إلى حدث ولا ممكن نسميها أنها كنوع من الجذب والإنعاش لذاكرة القارئ أو لمتابعة القارئ مش عارف إيه اللي بداكي انطباع إنها عودة أنا كنت بتكلم على فترة عملي في وزارة الثقافة وزيارة الأميرة مارجريت اللي أنا كنت مسؤول عنها كانت في هذه المرحلة لم تكن عودة للماضي لا في بعض الترحة وأنا وحضرتك بتحكي التفصيل من الأول والخداوي إسماعيل بتؤصل للموضوع فالتقصيل ده هل يمكن أن يعتبر أنه نوع من الفصل المعنوي ولا إنعاش معنوي لا هو نوع من هو زي ما وصفتي تأصيل لأنه أنا لا أرصد الأحداث بمظهرها الخارجي فقط وإنما حين أتحدث عن موضوع بعود إلى أصوله وبداياته كيف كانت وكيف أوصلتنا إلى هذه الوقعة التي أتحدث عنها ففعلا يعني بعود كتير قوي إلى أصول الأشياء لأنه إحنا دولة تاريخ والتاريخ في المفهوم المصري وفي الوجدان المصري مهم وما يفرق بين الدول ذات التاريخ والدول حديثة العهد أن الدول ذات التاريخ تنظر إلى الأشياء من منظور الزمن فتكون نظرتها أكثر شمولاً وأكثر اكتمالاً أكثر ثقة وخبراً وثقاً فمهم أن نحن نؤصل تاريخياً لأحداث حياتنا حضرتك وضعت في البداية العصف والريحان وختمت بالعصف والريحان استشعرت أنه الختام قلت لحضرتك حتى يعني وأنا بقرأ ماشية منتعشة وبعيش الأحداث وفجأة شعرت بالحزن يعني هذه اللي الصبغة الحزينة في الختام من أين جاءت؟ هل جاءت من الروح دكتور محمد أنه يعني بالسرد والتفاعل مع الأحداث والوقائع نصل إلى هذه النقطة؟ ولا تعمد توضع شيء من اللمسات الإنسانية اللي فيها بعض الحزن والروح الحانية اللي بتخص المصريين نحن بنميل إلى الشجم بشكل أو بآخر في الختام من أين جاء الختام؟ وحكي لنا بقى موضوع العصف والريحان لأن الناس مشغولة بي كمان لا هو أعتقد أنه أنت بتكلمي على الفصل الأخير الفصل الأخير فيه قدر من السمو الروحي يعني بعد هذه الرحلة الطويلة اللي استمرت أكتر من سبعين سنة وعلى مدى أكتر من تمنمائة صفحة اللي هم الجزئين على بعض ومن خلال أحداث كثيرة متوالية أحداث وطنية وشخصية وإنسانية وغير ذلك بيصل الإنسان في النهاية إلى نوع من الارتقاء فوق كل هذه الأحداث بنظرة فيها نوع من التسامي والتسامح مع كل هذه الوقائح بحلوها وبمرها بعصفها وبريحانها والعصف هو كما تعلمين وأنت أديبة مميزة العصف في سورة الرحمن هو قشور الحبوب أما بيتعامل الدريس بتطير في الهوى أما الريحان فهو ذلك العشب ذو الرائحة الزكية اللي بتبقى معانا ريحته حتى بعد ما ينشف ويزول وما حياتنا إلا هذا وذلك سواء الأشياء التافهة أو اللا نفع منها التي تطير في الهواء وتذهب كما جاءت والأشياء الأخرى التي يبقى معنا العبق بتاعها حتى بعد مضي السنوات فدي حالة روحانية موجودة في سورة الرحمن وموجودة أعتقد أو هكذا أتصور في الفصل الأخير اللي بيكون الإنسان فيه وصل لهذه المرحلة من التسامي وعلى فكرة دي بتلاقيها يعني أنا بشوف نفس هذا الشعور مثلا في أعمال نجيب محفوظ الأخيرة أحلام فترة النقاها فيها هذا التسامي الفلسفي إلى حد ما اللي لازم تشوبه مسحة كده من الشجن لكن ما هوش فصل حزين كفصل مثلا وفاة والدتي ده مختلف تماما وتلاقيها مثلا شعرت بألم عميق آه لا الفصل الأخير ما فيهوش ده فيه شعور مختلف شجن كما تفضلتي تلاقي ده كمان في لو بصيتي الربعيات الأخيرة بتاعت بيتهوفن بعد ما ترك صخب السيمفونية التسعة بالكورال بتاعها وكذا والأوركسترال في الارموني اللي فيه فيه مية واربعين عازف وبتاع بيكتب ربعيات زي أحلام فترة النقاها بتاعتنا جيب محفوظ لأربع آلات فقط إنما فيها كل الحكمة والتسامي الروحاني اللي وصل إليه في المرحلة الأخيرة من حياته ربنا يديك الصحة دكتور ويديم إبداعك وحقيقة بضو حضراتكم لقراءة العصف والريحان بشدة من المرات القليلة اللي بضو حضراتكم لقراءة مذكرات فيها لأنها فيها أولا السرد الأدبي الممتع والكلمات المنتقى بعناية على ذائقة طبعا دكتور محمد وفيها حالة هتمشي رحلة إنسانية من محطة لمحطة وكأنك تشاهد الأحداث استمتعت جدا بالعصف والريحان وحضرتك تبدو وقد استمتعت بالعصف والريحان أيضا إن شاء الله دايما يا رب نورتني دكتور محمد الله يخليك متشكر جدا ممتنى لوجودك الكريم والمزيد من الإبداع إن شاء الله شكرا لحمد ولك أيضا أشكرك شكرا دكتور محمد طبعا وقفة مع دكتور محمد سلموي تحتاج لساعات لكن حاولنا نختزل أو نختصر ونقتضب العصف رايحان في هذه الجلسة بعض الفاصل وقفة أخرى مميزة أيضا خليكم معنا في المساء مع قصوى وقهه يميزه المتابع للدرامة المصرية منذ ربع قرن أو يزيد وأدواره رغم تمايزها خلدتها أعمال مهمة ما زالت تعيش في وجدان المشاهد العربية بعد رحلة تنقل فيها بين المصرح والإذاعة والسينما والتلفزيون إنه الفنان القدير مفيد عشور تخرج مفيد عشور في المعهد العالي للفنون المصرحية بعدما أتى إلى القاهرة من الإسماعيلية وما بها من محاولات لعرض موهبته في مصرح المدرسة فسقل تلك الموهبة بالدراسة ليخطو بعدها أولى خطواته في عوالم الفن الرحبة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وقف عشور أمام عدسة المخرجين محمد فاضل وإسماعيل عبد الحافظ في مسلسلي المحروسة 85 ورحلة السيد أبو العيل البشري وأعقبهما بفيلمي ليلة القبض على بكيزة وزغلول مع الفنانتين سهير البابلي وإسعاد يونس واغتيال مدرسة أمام الفنانة نبيل العبيد ثم توالت الأعمال الناجحة في التسعينيات مثل دور هوبكنز الذي جسده في الجزء الثاني من مسلسل رافة الهجان للراحل محمود عبد العزيز تتميز رحلة مفيد عشور بعدة أدوار استعان فيها بلغته العربية الفصيحة في مسلسلات الوعد الحق وهارون الرشيد وعصر الأئمة وابن ماجة والإمام الشافعي وغيرها من الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة الإسلامية برز مفيد عشور مع نجوم الألفية الحالية في العديد من الأدوار التي كان آخرها مسلسلات بيت القبائل والشركة الألمانية لمكافحة الخوارق وموسى ثم العمل الناجح في رمضان الماضي خلي بالك من زيزي عن تلك الرحلة وما تخلى لها من فروق فنية بين الأجيال يحل الفنان مفيد عشور ضيفا على صالون المساء مع قصوى زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة حالة نسميها فريدة لأنها ما تكررتش كتير الصوت باللغة بالرصانة بالتمثيل الهادئ اللي ممكن ترى مشهد شديد الصخب لكنه في النهاية يبقى هادئ الملامح الهادية اللي بتتحول مع كل دور وكل شخصية مع نفس الحالة تقدرش تفهم التفاعلات دي ازاي قدر يتحكم فيها ضيفنا الكريم النهاردة رحلة في محراب ورحاب الكثير من المحطات نقف شوية في التمثيل شوية في زوايا إبداعية مختلفة شوية في الفلسفة الحياتية والإنسانية مع بعض الزهد وبعض التقلق وبعض النجاح وبعض الأحزان اللي ممكن تصاحب الموضوع وتصنع حالة مختلفة مع اللغة العربية وتفرد النطق والآداء الصوتي محطات كثيرة جدا هنحرص نحن نعدي عليها سريعا على قدر الساعة لأن نكون فيها مع ضيفنا الكريم فنان القدير الحقيقة لأستاذ مفيد عشور منور الدنيا أستاذ مفيد ربنا أخليك أنا متشكر جدا لهذه التقديمة الرائعة يعني وأتمنى أن أنا أكون يعني مستحق تستحق لا تستحق والله عندي سؤال إنساني الحقيقة الكبار دائما أو القامات الكبيرة أو المبدعين شديد الإبداع أو الناس اللي أبحرت في أي مجال أين كان علم فن أدب سياسة تاريخ أي شيء دائما بلاقي لمحة أتمنى أن أنا أكون أستحق ده ملاحظة شخصية مني لماذا يشعر كل صاحب إبداع كبير أنه يعني يتمنى أنه يكون يستحق هذه الحالة جات منين هو نحن جميعا نبحث عن الإنسان الكامل وده مش هيحصل على الإطلاق كلما الواحد أرى كتير وتفرق كتير فبيحس أنه ما يعرفش حاجة يعني يحس أنه ما زال يحبو إنما الفنان أو المبدع بشكل عام لو تصور أنه وصل لمرحلة الكمال يبقى انتهى خلص خالص يعني البحث عن الأفضل الأحسن هو طول الوقت هو وقود الفنان وهو دي حالة التوتر الدائمة لكن الإحساس بأنه يععد يرتكن ويععد يعمل كده ما ينفعش يعني أنا أذكر مقولة للأستاذ النجم الكبير الأستاذ محمود ياسين قال اللهم إني أعوذ بك من النجمكة لأن في بعض الأحيان الشعور بأنه شديد يجري كده أن تحس بأن أنت قدمت الكثير والكلام ده كله لا أنا استغلت مع الأستاذ محمود مرسي والأستاذ محمود ياسين الأستاذ أحمد زاكر والأستاذ نور الشريف كانوا في غاية التواضع في غاية التواضع الفنان يجب أن يبحث عن الأفضل دائما حضرتك بتفسر الغرور بإيه في الوسط الفني مع رصد حضرتك لشخصيات مختلفة في محطات مختلفة بتفسروا بإيه بيجي منين حالة الغرور أو النجمكة إنجازت لا النجمكة والغرور دي قافة الفنان أو قافة المبدع عموما أي مبدع بيحس بذاته ضده بتيجي من قصور في شخصيته أو قصور في تفكيره هو بيبقى عدم وعي يعني كلما زادت درجة وعي المبدع وما لش نقول الممثل بالتحديد المبدع عموما المبدع بشكل عام سواء كان بقى شاعر كان موسيقيا كان فنان تشكيلي كان أديب كان روائي يعني كلما بيقرأ كتير وكلما بيزداد تواضع أكتر لأنه عاوز يبقى أحسن يعني لو سألتيني أنا يعني لسه في حاجات كتير جدا في حاجات عاوز أعملها كتير جدا ما عملتهاش لسه عند حضرتك تطلعات في أنماط مختلفة ولا في تحقيق أدوار يعني أنواع مختلفة من الأدوار لسه عايز حضرتك تأديها ولا في تحقيق أدوار أكتر أقولك على حاجة اتفضل وما تتحكيش عليه يعني أنا لسه ممثلش أنا حتى هذه اللحظة اللي أنا قاعد فيها مع حضرتك لسه ممثلش عندك نهم لتمثيله أكتر يعني لو إذا هستعير ما قولت مصطفى كامل لو لم أكن ممثلا لو وددت أن أكون ممثلا يعني أنا ممثل مع صابق الإصر وقت رصد لأن أنا اتخرجت من كلية هندسة وبعدين دخلت المعهد على الفن المصلحية فأنا من الأول عاوز أخش المعهد إنما تعرف الأسر زمان أنه كنت جايب مجرورك بي هتطلع إيه والحجاز أبو يا الله أرحمه أصر لأن أنا أخش الأول أخلص هندسة يعني أخش المعهد فأنا كنت مصر إن أنا أمثل يعني فأنا نسى أمثلش حضرتك قلتني إنه مريت على الهندسة ثم مريت على المعهد ثم انطلقت في المسيرة بعد كده كل حاجة بنتعلمها في حياتنا بتكون مفيدة في شيء ما أو بنستحضرها بعد كده في شيء ما استحضرت الهندسة في إيه بعد كده لا هو الهندسة نظمت لل أولا دايما لما كمثال بسيط أي نظرية فيها لها معطيات وبعدين في ما هو مطلوب إثباته من النظرية دي وبعدين تبرهني على اللي أنت عاوزها فالهندسة فادتني في إن أنا لما أجي أعمل شخصية لازم الشخصية دي أشرحها هندست لك الأدوار بالضبط كده بالضبط فبالإضافة إلى درست علم النفس كمان نحن درست علم النفس في المعهد وأنا قريت علم نفسي كتير جدا بتساعدني في إن أنا إزاي أمسك الشخصية أفككها كيف تفككين الشخصية وبعدين تريد تركبها مرة أخرى من خلالك يعني هو الكاتب كاتب الشخصية على الورق هي حوار موجود على الورق فأنت بتحولي هذا الحوار إلى شخص يتحرك وينفعل ويقوم ويعرض ويعمل حاجات كتير جدا حسبما الشخصية موجودة في تفاعلاتها مع الآخرين أو البيئة بتاعتها أو تاريخ الشخصية فهي الهندسة نفعتني في ترتيب الدخول للشخصية أول دور هندسته وحسيت إنك يعني قديته بشكل يعني مرضي بالنسبة لك بنسبة ما أنا عارفة طبعا أنه أحالت أنه أنا أرغب في المزيد دي مصاحبة كما يبدو لشخصية حضرتك لكن بنسبة ما قلت أنا الحمد لله قدرت أعمل حاجة كويسة كان إيه الدور ده؟ ما برضاش أنا أي حاجة أعمل يعني كلما أتفرج على نفسي في أي عمل أقول أنا كنت ممكن أعمل ده أحسن على مستوى المشهد وعلى مستوى الحلقة وعلى مستوى المسازل كله يعني في كل الأحوال أصل الرضا عن النفس ده الرضا عن النفس ده بدأ قاتل يعني باستمرار أنت ممكن تسمعي بقى الكلام من الآخرين يعني اللي بيتفرج أو أن حد يقول لك كنت كويس ده بيعملك حالة من حالات الرضا إنما في كل الأحوال أنت لو جابوا لك يعني لو أنا بدأت معك الحوار ده من أوله تاني هبدأ بداية مختلفة نبدأ بداية مختلفة للحوار وكأنك بتعيد الزمن مرة أخرى بالنفس التفكير الضبط لأنك دائما تنشد الأفضل الأحسن عايزة روح مع حضرتك لمحطات بقى مختلفة على سياق إبداعي عام عموما وبالتخصيص التمثيل إيه الأدوار اللي كانت في بداية حضرتك فارقة تمثيليا بالنسبة لحضرتك أول شخصية أول شخصية قدمتني للوسط الفني بشكل كويس جدا يعني شخصية طاح حسين كنت لسه بتخرج من المعدة العالف المصرحية سنة 1990 وكان مع وجود سنوات الهندسة يعني مخصومة لأنه قد يعتقد أنه تخرجت وبدأت العمل مباشرة دلأ كنت يعني أكبر سنة من المتخرجين من المعهد لا يعني كنت وإحنا كلنا جيل واحد يعني هو أنا خلصت هندسة وبعند دخلت المعهد مباشرة على طول فما كانش فيه فترة زمنية لا ما كانش فيه فترة تبتعاد طبعا خلال الجامعة أنا مش هحسب الحاجات اللي عملتها في الجامعة أو في الهواة لأن أنا من إسماعيلية فعملت حاجات في أس ثقافة إسماعيلية أو الحاجات دي لكن أنا حبدألك رحلة الاحتراف أول شخصية عملتها وعرفتني على الوسط الفني كانت شخصية طاعة سين وكان حظي الكويس يعني إن الشخصية دي عملها اتنين من كبار نجوم مصر الأستاذ محمود ياسين عملها في فيلم قاير الظلام والأستاذ أحمد زاكي النجم أحمد عملها في الأيام حتى أنا لما الدكتور الحسين جمعة بعاتلي في أعمل الشخصية دي كان فيه تخوفات كتير جدا من الناس كتير قالوا لي أنت مجنون يعني أنت نسع تبدأ بتقول بسم الله الرحمن الرحيم حتعمل شخصية يعني ممكن تحطف مقارنة قصر الرحاية يعني ممكن إما إن أنا عدي أفلت أو إما إن أنا تفرم في الجوة لأن الشخصية عملها اتنين نجوم كبار وأنا ممثل صغير لسه متخرج من معلها لفروم مصلحية فأنا كنت بحب طاق حسين أساسا يعني هما اللي ما يعرفوش إن أنا كان في بيني وبين الدكتور طاق حسين علاقة وجدانية أصلا أثناء ما كنت بذاكر وأنا في سنوية عامة كان فيه مسلسل بيزاع في صوت العرب كان اسمه أديب كانت قصة الدكتور طاق حسين فكان الدكتور طاق حسين بيقول للمقدمة بصوته فأنا طول التلاتين حلقة أنا عجبني الصوت ده جدا جدا فبدأت أركز مع صوت الدكتور طاق حسين فهو كان بيقول للمقدمة المسلسل هذه قصة ليس فيها شيء من الخيال إلى آخر فأنا أنا في جسر بيني وبين الراجل أصلا أساسا أصلا بالإضافة لأن أنا بقى أريت الأيام وكانت عندنا الأيام مقررة علينا في عدقة سنوية عامة وقريت بقى حاجات كتير جدا عن طاق حسين وقريت كتاب كمال الملاخ فأنا حكاية تناول الشخصية بالنسبة لي أنا مستمتع وأنا بعملها كنت مرتبط بيره وحانيا وباحث عنه لأن ده أنا حتى وصلت درجة تأثري بأسلوبه في الكتاب لما كنت أكتب موضوع إنشاء في سنوي كنت بعمل إطنابات طاق حسين يقول لك كان الجو بديعا صافيا رائقا رقراقا عارف أنت المراضفات اللغوية دي فأنا لما جيت أعمل الشخصية عملتها وأنا بحب بحب تأحصين والحمد لله رب العامين عرضناه في المصرح القومي واستقبلا للنقاد استقبال حافل يعني أنا كنت مزهول وسعيد جدا كتبوا كلام كويس قوي فديكة أول شخصية من خلال المصرح تقدمني للوسط الفن على أبي الفنون كانت بداية يعني براقة إنجازا للتعبير وقوية في دور ما بين مقارنتين يعني غاية في العظمة والقوة فوقوف حضرتك تأدية هذا الدور وهذه الشخصية وبدأ الناس والنقاد والجميع ينتبه إلى الشاب الممثل مفيد عشور فانطلقت بعد ذلك إلى نقطة أخرى كانت إيه؟ أقولك على موقف حصل معي يعني لو كنت بعمل بطولة في المصرح القومي في شخصية طه حسين سيد سمعين عبد الحافظ اللي أرحمه كان بيعمل مسلسل اسم الوسية فجيت فرج على المصرحية فبعد أسبوع عشر تيام عشرين يوم بعتوا لي أن سيد سمعين عاوزك رحت للستيديو ففيه ساعات بيبقى عندك درجة وعي طلب مني أن أعمل طه حسين في الوسية طلب كام حلقة مشهد واحد فقط طيب لو أنا أدواخدان العزة بالاسم وأن أنا عملت بطولة وكلام من ده وإزاي أعمل مشهد في المسلسل كنت أنا ما كانت سيبقى فيه تسجيل لطه حسين يعني المصرحية سجلت وأزيعت مرة واحدة يتيمة فقط وقتلت وقبرت وراحت في الوابة ما هو الإثبات أن أعمل طه حسين ما كتب ومش موجود دلوقتي لأنه ما كانش فيه إنترنت ولا كلام من ده المشهد اللي أنا صورته مع عم إسماعيل الله أرحمه ده دي المستند الوحيد أن أنا عملت في طه حسين هو في المسلسل بتاع الوسية فكان عند حضرك رغبة في توثيق الموضوع أنا ما كانش أظل ساعتها يعني أنا مش أصد أن أنا وثق ولا كلام من ده ولا بتاعه لأي حاجة خالش أنا أبقى صادق معاك إنما في النهاية خالص ما تفهميش بقى ده ده حصل بقى ده حصل إزاي حصل ليه أنا إزاي ووفقت على حاجة زي كده بس أنا كنت سعيد بعد كده إن أنا كان عند درجة الوعي وأنا عائل صغير يعني عندي بنتكلم إلى الفيديو أو دراما تلفزيونية ثقة كبيرة إنه تكون في حتى لو مشهد واحد ولكن بعين القيمة مشهد قيم جداً في عمل قيم جداً مع مخرج وأسماء كبيرة جداً الله يرحم الجميع يا رب فحضرتك يعني ذهبت إلى هذا الاتجاه وبالتأكيد كان فيه خطوات بقى موازية للاتجاه ده بطاليق بي أو بنفس القيمة لحضرتك حطيت نفسك فيها في التوقين ده أنا فاكرة إن أنا أعملت طبعاً أنا أول حاجة يعني أول حاجة عملتها فيديو كان رحلة السادة بالعليل البشري على السيد محمد فاضل أنا طب أكتي أول مرة في قدم كاميرا في حياتي مؤثر جداً العمل ده طبعاً وبعدين إزاي بيحتضنوكي جوة في الفيديو أنا بكلم عن الفيديو بس بكلم عن السينما ده موضوع تاني إزاي اللي أستاذ محمد فاضل احتضنني والأستاذ زهالة فاخر اللي أنا بكتبها مسل قدامها يعني وإديكها التجربة صعبة جداً بالنسبة لي دايماً البدايات في جديد الصعوبة جداً والمناخ اللي كان فيه كان موجود في ستيديو عشرة والعمل نفسه كان عمل عظيم جداً 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 وحظي بقى إننا في يوم إذاعة الحلقة الأول حلقة يعني لها في المسلسل كان فيه مظاهرات الأمن المركزي وفيه حظر تجول على مستوى جمهورية مصر العربية وكأنه وكأن فيه أوردر كل الناس تقعد في البيت تتفرج على الولد بعد كده بقى عملت الوعد الحق مع الأستاذ وفيق واجدي وعملت حاجة كتير بقى يعني ده كانت أصلي كان في الفترة دي إنك تاخد ختم الجودة من إسماعيل عبد الحافظ أو من عم محمد علي أو من محمد فاضل فده معناها إنك كويسة يعني تشتغلي مع الاختيارات ما كانتش عشوائية كده لأ كانت منطقة بعناية إن حد من الثلاثة يختارك فده معناها إنه هو بيقول إن ده كويس يعني هذا الممثل الصغير يعني أنا بسق فيه كمقرد كبير وبقدمه فده شيء عظيم جداً 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 عايزة أرجع لأب العيلة البشري بتفسر بإيه إن المسلسل ده الحد النهاردة الناس بتتكلم عنه مصير ظل فيه عارفة زي كلاسيكيات السينما العالمية يعني حتقولي ذهبة مع الريح على طول تفتكري تلارك جبل فيه حاجات ملال كلاسيكيات يعني الشهد والدموع ضمير قبل حكمة رأفة الهبجان فيه مسلسلات كده مهما تتفرج عليها زيزينيا آه يا آه صح حسن أرابيسك صاح جمال عبد الحميد اللي هي الشرف اللي اشتغلت معها طبعاً فيه أعمال مهما تتفرج أتفرج على الأعمال دي تاني بعد تتفرج عليها تاني وانا حافظها وحضرتك بتتفرج وطبعاً فيه أكيد يعني نوع من المقارنة إنجاز التعبير أو بتبقى فيه حالة الحاضر ولما تشوف الأعمال دي بعد مرور الزمن بتقول إيه على الأعمال دي الصدق آه إذا كان الكاتب صادقاً آه والمخرج صادقاً والكاست كله والمديرين التصوير والمصورين فيه حالة حبك بتبقى موجودة بجد الصدق هتوصل للمتعة المتفرج اللي أعب بتفرج يعني فيه سعاب بتوصل للمرحلة إن أحد المصورين وإحنا بنعمل مشهد مشهد فيه درجة كوميديا عالية هو هو بأواع قدامك وورا الكاميرا أو لو بنعمل مشهد إحنا بنعاق يعني فيه مشاعر هو بيعاية وورا الكاميرا أنا أحد أحد السادة المصورين كان بإحنا بنعاية فهو بيعاية وورا الكاميرا يعني فيه درجة توحد بين الناس وبعضها الصدق الصدق هو الذي بيخلي العمل أو الصدق مع الاهتمام يعني حالة إبداع حقيقية تظل موجودة يعني لو ما ديت إيدي جبتي رواية لليوسف إدريس أو لنجيب المحفوظ أو ليوسف القعيد أو لجمال الغطاني أو لمحمد سلماء وقال لأي مع الحفظ الألقاب يعني حتلاقي نفسك بتقري وبتغرأي جوه لأن فيه حالة صدق في الإبداع كلما كان الإبداع صادقا مش إبداع هامشي أو مثلا مش إبداع يعني فيه حاجة تانية إنما الصدق هو اللي بيخلي الحاجات تبقى موجودة وبعين حالة إحنا كنا حسين إن إحنا كبار يعني حسين إن إحنا وده بنعكس على كل الناس حسين إن إحنا كبار بمعنى إيه؟ نحن أصحاب قيمة يعني آه طبعا إن إحنا عندنا إن إحنا عندنا سطوة في المنطقة في المنطقة دي وإحنا ما زلنا حتى هذه اللحظة عندنا السطوة دي بس إحنا عاوزين تبقى السطوة بلا مؤثرة بلا توقف أو بلا هزات أو بلا حاجات من دي يعني لازم تستمر إن إحنا عندنا كل الإمكانيات عندنا كتاب كويسيين عندنا كبار فعلا عندنا مواصلين كويسيين عندنا مخرجين كويسيين عندنا مصورين عندنا مدينة عندنا كل حاجة يعني الآلة الآلة الفنية عندنا آلة جهنمية ممكن تطلع تعمل كل حاجة كل حاجة نعمل انتقالات مختلفة في شخص ما فنان ما مخرج ما في وقفة كده بتبقى في حيات كل واحد مننا بيسمع فيها جملة أو بيتوجه توجيه أو بيبقى في موقف محزن ربما أو بعض الألم أي أن كان نوعه هو بيغير الإنسان لشيء آخر كل واحد كل إنسان جاء على هذه الأرض عدى بالمواقف دي إيه الموقف اللي ممكن حضرتك تشاركوا معنا هم موقفين في بداية حياتي اتفضل منهم موقف سنة 1988 أنا فاكر فاكر التاريخ وفاكر طبعا الفنان الكبير الراحل محمود ياسين لأنه بيحب كدش بحب يحب كلمة نجم عملت معاه فيلم اسمه ثلاثة على مهيدة الدم هو قال لي فيه دستور أنا حتى هذه اللحظة اللي أنا قاعد فيها مع حضرتك بنفزه آآ صورت معاه كان فيلم اسمه ثلاثة على مهيدة الدم آآ قال لي حاجة لطيف حاجة إنسانية يعني هو قال لي قال لي كلام كويس جدا كممثل يعني علي أنا لسا ببدأ ولسا تنال في المعهد فلما ندم كبير بحجم محمود ياسين آآ يقول لي الكلام ده ده يخليني أحسس بحالة رضا وحالة سعادة دفع كده آآ قال لي اللي هي الإنسانيات بقى آآ إن أنت لازم تبقى علاقتك بكل البشر اللي موجودين داخل الستيديو علاقة كويسة جدا من أول الراجل اللي قاعد على الباب البوابل بيفتح باب الستيديو وبيقفلوا إلى السادة المصورين لورا الكاميرا كل الكرو تبقى علاقتك بهم إنسانيا كويسة لأن أول رد فعلي لشغلي هو لما بصور أنا الناس لورا الكاميرا دايرة الأولى القريبة هو دا أول رد فعلي دا اللي بيعمل لك بوش يعمل لك دفعة ودا بيحصل حتى هذه اللحظة دا واحد اتنين أستاذ أحمد زاكي أعملت معاه فيلم اسمه الهروب صورت معاه أول شوت صورت شوت صامت كان هو ومدام زيزو نبيلي اتنين في مقدمة الكادر وأنا وراه أنا في الفلو وهم في النت شوت واحد بس وخلاص روحنا تاني يوم عندنا تصوير كان في السينما زمان لازم المصور بتاع الفوتوغرافية يروح بسرعة جدا أول حاجة يعمله هو رح يحمض الصور عشان راكرات فكانت صورت أكبيرة كده صورة كبيرة أنا طبعا سعيد جدا أنا بصور مع السيدة أحمد زاكي كنت أنا وصديقي محمود البزاوي كنا دفعة واحدة في المعهد وكنا هو بيعمل أكوه وأنا بعمل زابط مع السيدة عبيزي مخيون رحنا اللوكيشن السيدة عحمد زاكي بعتلي فأنا استغربت يعني بعتلي أنا كل اللي عملته إن أنا سلمت عليه هو طبعا بيبقى جوة الشخصية يعني هو هو منتصر في المشهد فبيسلم علي كمنتصر يعني فبعتلي فأنا لقت وعوزني أعمل بها إيه فروحت دخلت كنت لو محمود البزاوي دخلنا قعدنا 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 أول سؤال سألهولي قالت طالب في المعهد قلت لقا وانت قال لقا طلع الصورة الفوتورافية وقال لي شوف رغم إننت في الفلو وإحنا في النت إحنا الاتنين نمر رأكشن بتاع المشهد على وشك وقال لي كلام لطيف جدا أنا في حل اللي أنا أقوله دلوقتي يعني عشان نبقاش عندي برانوية أو العيجو تبقى عالية لما أحمد زاكي أو محمود ياسين يقول لي الكلام ده أنا أخدت بكالوليوس على فكرة ونصطلب في المعهد منهم الاتنين فدي عارف أنت لما تبقى عندك فيه نار بترمي فيها حطب فبتتأجج فده إداني شيء من الثقة شوية في نفسي كممثل لأن اتنين من كبار الممثلين موجودين يعني هو أحد وبعدين لا الأستاذ محمود ياسين عاوز مننا حاجة ولا لا الأستاذ أحمد زاكي عاوز مننا حاجة ده تقييم يعني هما بيقولولي كلام لطيف أنا في حاجة ليه فدي من الحاجات اللي أنا مش ممكن ننساه خالص دي المواقف الحلوة من الناس الحلوة عدت بحاجة كانت مؤلمة بالنسبة لك وتمنيت لو ما عشتش الموقف ده آه في موقف مؤلم جدا أنا بفتكلم بس بحاول أسماء آه من غير أسماء لو أنتقل إلى الرفيق الأعلى المخرج يعني يا ده محزن بشكل كبير آه بعد ما خلصنا الهروب كنت أنا ومحمود البزاوي إحنا كان بهمتنا في فيلم الهروب إحنا موجودين في اللوكيشن علشان بناخد درس عملي بنتفرج على أستاذنا أحمد زاكي بيشتغل إزاي وبشتغل من أي منطقة طول وقت إحنا بنبحث فقعدين هو بمثل وإحنا قعدين بنتفرج في اللوكيشن أنا حفترض إن الشط هنا إحنا قعدين هنا جنب وراء الكاميرات بنتفرج عادي بنتفرج عليه وبقينا نروح له بقى نقعد معاه وكده فالأستاذ أحمد زاكي بيعمل شط في فيلم اسمه المخطوفة كان في سوى في سيد الأهرام الأهرام جنب أكديمية الفنون فإحنا كنا لو عندنا محاضرة نظري ولا حاجة مش عملي كنا بنروح نتفرج على الأستاذ أحمد زاكي رحت في يوم أنا ومحمود وكان الديكور عبارة عن عشة كده هو خاطف حد يعني في الليلة جوه العشة وبعدين بيخش من الباب مفروض ما هو جاي يجري من مكان بعيد وبيخش من الباب فعمل ايه لو سيد أحمد زاكي وقف في آخر الستيديو ولما لو سيد شريف يحيى الأكشن جري من آخر الستيديو ودخل من الباب فبدأ ينهج طبيعي جدا لأنه جاري مسافة طويلة وبدأ يقول الحوار شكرا معلومة خلاص مر الزمن ثلاثة أربعة اتخرجت من المعهد بعمل مسلسل في صوت القاهرة فجال لي مشهد شبه ده هعمل زي مين زي زي رئيس جمهورية التمثيل ما أعمل فوقفت في مكان المفروض أنا أخش مثلا هفترق بابل ده بابل بابل الأودة اللي أخش منه إحنا بنعمل مسلسل بيدور في إحدى القرى المفروض إن في حريقة في الجرن ولعت في الأمح والحاجات دي وأنا جاي أقول لهم لبيت العمدة بقوله إن حصل كذا 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 فأنا وقفت بعيد بعمل زي لسيد أحمد زي وقفت بعيد في آخر الستيديو كده فألوى على ما جيت أدخل كم مر وقت فالمخرج عمل اسطوب وداني محاضرة اللي هي ما معناها أنت جاهل وما بتفهمش وقال لي أنت بدخلش لي يا ابن أنت محدش عرفني فقلت له أستاذ فلان أنا المفروض إن أنا جاي بجاي أجري من مسافة ولتكون اتنين كيلو أو كيلو ونص فنفسي مقطوع وجاي أجري فعشان أعمل ده واتوقت في آخر الستيديو قال لي آآ أنت خارجي المعهد وقلت له آآ قال لي طيب ها قال لي خلصنا ما تعملش الكونسيبشن وتعمل الحاجات دي أنا أسقطة في يدي قلتين فأحد الزملاء موجود يعني من فيش دعا تذكر اسمه أطمان يعني فقال لي مفيد عمل وقل الكلام يعني فحيبقى مصطلع يعني فأنا قلتل طيب وقفت ورا الكاميرا كده بعيد شوية وقعتت نطط مكاني واعمل مجهود لحد ما قاله وانروح تدخل الكادر وعملت زي ما الأستاذ أحمد زاكي عمليا أنا مش ناس الموقف ده أساسا ومش قادر أنساه خالص لأن أنا بتصطدم أنت بقى في السوق لو بتتخرجي طبعا فيه مخرجين عظام وفيه مخرجين ده كان مؤثر بالنسبة لحضرتك بعد كده لا ده أعمالي شوكي بس شوكي لحظي بس بش أغير أنساه وعلمني حاجة أنه لازم أمصر على وجهة نظر لو هي صحيحة على فكرة لما جات لك الفرصة بعد كده وطبعا اسمك كبر وقمتك زادت وأعمالك كترت فبقى عندك المساحة أنك تثبت وجهة نظرك أو تفعل وجهة نظرك بقيت بتتمسك بيها بعد كده هقولك هقولك مثال آخر اتفضل معه مش ضد يعني أنا فاكر في فيلم الهروب أستاذ أحمد زاكي قاعد في الأرض بيقول بيحيعمل شوط صامت هيرفع وشه بس كده وبس في الكتر فالأستاذ أعطف طيبة الله أرحمه قال له يا أستاذ أحمد لما تبقى جاهز قول لي فالأستاذ أحمد زاكي لما جاهز رفع أيده خد بالك ده خام خام وسينما والخام زمان كان رخيص كان قصدي غالي جدا فعمل كده وصور الشط فأنا قلت هالي يا رب حيجي اليوم من الأيام أحد المخرجين يقول يا مفيد لما تبقى جاهز اديني إشارة وكأن أبواب السماء مفتوحة في هذه اللحظة بعمل مسلسل سنة بعد كم سنة حاجة وتسعين سنة تسعة وتسعين ألفين ألفين وحاجة كده في الرنجل يعني كده مع الأستاذ حسام الدين مصطفى اسمه عصر الأئمة وكنت بعمل شخصية اسمها أحمد بن دؤاد وزير هو من علماء الكلام ووزير كان شرس جدا جدا على مستوى الخلافة وضد أحمد بن حنبل المهم يعني في الآخر بيتشل وبتاعه بيجيبوه على محفة شايلين وكده العبيد في مجلس الأمير المؤمنين وبتحصل مواجهة بينه وبين أحمد بن حنبل وكان أحمد بن حنبل صديق محمد رياب وأنا محمد رايح الاتنين فيه كميا بيننا ومن بعض فالأستاذ حسام فضل السيديو تماما تماما ما فيش غير السادة المصورين هم اللي موجودين وأنا ورياب بس فقط قال يا مفيد لما تبقى جاهز ده هو في العربية برة قال لما تبقى جاهز اديني إشارة بس في الكاميرا يا ده نفس فلا قادر أنسى الموقف العظيم ده ولا قادر أنسى الموقف المتخلف ده ده موقف متخلف جدا ده مش فنان لا 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 ما يمكن مدرسته كده فيه ناس تقول كده لا مش مدرسته كده وفيش مدرسته تقول كده أبدا فيه ناس تقول لا أنا بختلف مع المدرسة دي أنا عندي مدرسة أسرع وأخبر ما فيش مدرسة تقول للممثل ما تحسش أو ما تعملش أصلا فيه فرق بين بين الصنعة والتلقائية فيه تلقائية ما فيش حاجة اسمها مواثل طبيعي لا فيه مواثل تلقائي يعني في تلقائية الشخصية طيب أنا لما أكون جاي أجري من مكان اتنين كيلو هخوش عمقية ها 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 هاي بقى ارتفشل هاي بقى اوفر لكن لما بقى 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 بعمل ده بجد هاي بقى فيه صدق ما أنا بقول لحدك لما أمم أن تكوني صادقة مش يعني مش كل المخرجين بتتكلم فيه مخرجين شباب موجودين ومخرجين كبار يعني أنا تجربتي مع نصوص جمال عبد الحميد تجربة رائعة أستاذ جمال أستاذ كبير تجربة رائعة جدا جدا يا عمين يقول إن أنا أعزف على العود وغني وبتاعه أعمل عبد محمد الموجي اللي إذا كان مع مخرج واعي وفاهم هو بيعمل إيه بقى لاش خلينا بقى نتكلم في بقى لاش في الفلاش بقى أقولك على مخرجين شباب كويسين جدا جدا بيعرفوا يقود الممثل كيف تقودين الممثل إزاي تقود الممثل ويتطلعي في أحسن صورة مين حقق لك ده في الجيل الحالي يعني فيه عشان ما أعاش فخ الأسماء عشان حيزعلوا مني فيه مخرجين عندهم المقدرة على إن هو لو الممثل طول ما هو على ترك الشخصية المخرج بيبقى سايبه أول ما يخرج بره أول ما يخرج بره يروح برجعه تاني ويرجعه تاني إزاي دون أن يحس الممثل بهمسة في ودنه كده أو جملة أو يعني بيعرف من عمل اللي حصل فيه ده مع حضرتك أو أكتر من عمل مثلا استشعرت الحديد يعني وإحنا بنعمل مثلا خلي بالك من زيزي وإحنا بنعمل موسى وأنا وأعمل نجيب زيز يعني فيه مخرجين كويسين بيعرف أحمد متحت عشان ما غلص عشان بس ما أقولش يعني عشان ما حاش يزعل يعني لك فيه مخرجين كويسين موجودين شباب السؤال على ها مش فلسفة أستاذ مفيد في الحياة وهروح وارجع مع خضرتك بين الفن والحياة لا بالعكس المستمتع نقعد أشكتها وأكيد مده مستمتع الناس مستمتعين كمان شعور يعني أخلصت للفن بشكل كبير وللإبداع على الجانب الآخر من النهر الفن كان مخلص نيجي بنفس القدر لا هو الفن هو الفن ملوش علاقة على الفكرة القائمين على الفن أنا سألت السؤال عام وحضرتك خصاص لكن الفن شيء عظيم وشيء رائع وشيء راقي جدا 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 يعني خلينا بس الفن الفن ملوك مش مسؤول والله أنا باكتهد يعني بجيلي شخصية باكتهد إذا رأى الآخرين أني مكتهد أهلا وسهلا ما شوفوش إن أنا مكتهد أنا بكتهد وخلاص أنا بكتهد وخلاص وبعدين كون هذا الحوار اللي بيدور بيني وبين حضرتك معناها أنني لم ما حرتش في البحر أنا لم أحرض في البحر لا ده نحن يعني كونك حضرتك تبعاتي الجبيني علشان أجعود هنا على راسك ونعمل الحوار ده يبقى إذا في قيمة ما قدمته له قيمة قد لا تكون قيمة كبيرة ولكنها في نهاية الأمر قيمة قيمة كبيرة قد يشار لها وقد لا يشار لها قد يغفل البعض عنها وقد يقول البعض مش شايفين أنت شايفين فيه أو ممكن أكون أنا مش أدل إن أنا أبقى ما ينفعش ممكن من وجهة نظرهم الله أعلم لا ده تواضع بس من حضرتك الجانب الآخر ما بين الحياة بتقسم معنويات وقيمة بنبقى ممتنين جدا لما نصل إليها أو نشعر أنه هناك من يقدرها وجانب آخر أنه التعايش بقى هو ما يلزم المعيشة العطاء كان كبير الجانب الآخر كان العطاء منه كبير على نفس الدرجة بالنسبة لحضرتك العطاء الفني المادي لا 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 الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد لا الحمد لله أصلا بصي ولا يظلم ربك أحدا وناهما بالله نهاء خالص خالص أنا يكفيني شرفاً وفخراً أن أنا لما أبقى بلحد في الشارع أو ناس في الشارع بيستقبلون استقبل حفل ده اللي عاوز مني حاجة ولا كلام من ده ولا بتاعه ويقول له جملتين اتنين يعني ابدأ عايد ده سبة الممثل المثقف ده ده ممثل مش مش بتاع السوق مثلاً إنجاز التعبير لا لا بالعكس لا أنا قصدي في وجهة نظر اللي بيقول كده لا 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 أنا قصدي في وجهة نظر اللي بيقول كده يعني الناس بيقول لي كده بشيء من الفخر وانا فخور إن أنا ممثل أملك رأيي في دماغي وإن أنا بتفرج كتير وبقر كتير وبحب الشعر وبحب الأدب وبحب التريق وبحب الجغرافيا وبحب علم النفس بحب كل مناحي الإبداع بشكل عام يعني لأن ما فيش ممثل بيطلع يشتغل كده منفراغ يجب على الممثل أن يكون صاحب موقف حتى لو موقف مجتمعي حتى لو موقف من قضية حتى لو موقف من أي حاجة يمارس إنسانيته يمارس إنسانيته بشكل عام يعني هرجع لسؤالك اللي هو هل كان المقابل المادي مجزياً ولا مش مجزياً أولاً إحنا الممثلين ما زلنا حتى هذه اللحظة نكافح نحن نكافح ونتقابل بحاجات غريبة للشكل يعني يعني نعود على منتج فني يقول لي والله يا أستاذ مفيد أنا شفت أنا تفرجت الحديثة و أنا عند سبع سنين ويجي يتفق معايا فيتفق معايا على نص أجري أو ربع أجري طب يا ابن أنت تفرجت علي و أنت عندك سبع سنين هو التاريخ اللي فد كله مالوش أي قيمة مالوش أي دلالات مالوش أي يعني هم لا يزنون الأشخاص بما يقدمونه ولكن هم يزنون الأشخاص بموازين أخرى الله أعلم إيه هي معيار القيمة ما بيبقاش موجود بشكل هو معيار القيمة إزاي القيمة مش القيمة المضافة يعني معيار القيمة يبقى عامل إزاي يعني أنت تقدرني بمناءنا على إيه على ما قدمته قبل كده طب هل الناس اللي بتفرج علي في تلفزيون بتقفل تلفزيون؟ لا طب مثلا يعني طب أنت بتقدرني على بتقول يعني بتفرض علي أجر ها أنت شايفه إزاي بمعنى إيه يعني كنت بتقبل ذا كنت بتقبل ذا مثلا محمود اللي بيليجي بكانش بيبيع وكان من كبار ومن عظام الموصلين أقولك أسماء كتير تانية يعني هو المقابل المادي يجب أن يوازي قيمة الموصلين مش قيمته الفنية الإبداعية إنما دي لا تصوقفنا على الإطلاق طب أنا حاولها حضرك على حاجة كنت بتقبله وبتكمل؟ لا ده أنا حاولها حضرك على حاجة عملته في مسلسل اسم العندليب كان إخراج أستاذنا جمال عبد الحميد لو قلتلك الرقم اللي مديري الإنتاج أو المنتج الفني ساعتها اللي هو بقى الأصر اللي أنا أقدره أصر لأنه هو كان بيطفش من المسلسل قلت له جملتين اتنين قلت له في يوم من الأيام هاعد أنا في أي انترفيو وحقول أنا عملت محمد الموجي ساكن الفلوس قاله ولا تفرم معي الفلوس ولا كنت عائل صغير الكلام ده كان سنة 2006 يعني من 14 سنة قلت له وانت هبطل الشغلانة دي ما حفظ حقه طبعا كغايب في الموضوع لكن أنا يعني باستمع لو وجهة نظر حضرك تفضل هو بطل الشغلانة هو بطل الشغلانة دي أصلا وأنا عملت في الوقت عن دليب بأخذت قيمة الدور قيمة الدور ففيه ساعات اللي لازم لاحظة يبقى أزكى منه هو يرفض دور كويس أو دور مهم عشان فلوسي مؤخرا لو قاست بفترة زمنية فترة التقلق بالنسبة لحضرتك اللي بتشوف فيها أنه القيمة اللي تقدمت قبل كده يعني جنيت ثمارها معنويا على الأقل قادر أقول أنه آخر كده مثلا خمس ست سبع سنين هي دي الفترة اللي شعرت بها ولا فيه فترة قبل كده استشعرت فيها أنها كانت أكثر في عطاقها المعنوي والقيمي بالنسبة لك لأ الحمد لله بكل سنة يعني بحس بفيدباك كويس بيعمل لبوش يعمل لدفع لقدام فيه تقدم يعني مستمر وبالذات خبق يعني أنا فيه مرحلة سنية أنا موجود فيها دلوقتي فيه مرحلة سنية أنا موجود فيها دلوقتي المرحلة السنية دي الفيدباك بتاع الناس عليها في الحاجات اللي أنا بعملها أنا راضي عنه جدا وسعيد بيه جدا 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 بصرف النظر عن أي مناغلصات مادية أو أي مناغلصات تقديرية في الفلوس ولا تفرق معي خالص يوم في ناس تقول وجهة نظر اخرى انه انا المرحلة السنية اللي انا بقيت فيها دلوقتي حجمت ادواري حسستني ان انا ما بقيتش بقدم الادوار اللي كنت بقدمها قبل كده في وجهة نظر اخرى حضرتك بتشوف العكس لا 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 انا لما كنت صغير كان عندي مشكلة ان صوتي بيبقى يعني اعرض من صوت ابويا لو حرشحوني رشحوني مثلا مرة بقى اعمل ابن فلان يقولك لا ده ما ينفعش ابن فلان ازاي فانا بالعكس انا مبسوط بالمرحلة السنية اللي موجود فيها دي وكل ما اكبر كل ما ده يبقى كويس بالنسبة لي انا مستشعر كده يعني انا اسقط الله في وجداني كده انا مستشعر كده انا سعيد بالمرحلة السنية اللي موجود فيها وكل ما بكبر بساعات بتكتر بتكبر يعني يعني كل مرحلة لها جمالها وكل مرحلة لها كاركتراتها يعني كل مرحلة لها شخصياتها اللي الواحد بيعملها يعني واعتقد ان دي دي وماشا قد تكون مستعراضة شويك تبقى اوسع فنتمنى يعني نتمنى مؤخرا من الادوار اللي حضرتك قدتها وكانت قريبة من قلبك او من حالك على حسب الحالة بالنسبة لحضرتك كان ايه الدور اللي حسيت بجزء من روحك فيه وانت بتقرأ كده استشعرت حالك فيه او روحك فيه لا مش حاضر اقولي كلهم ابنائي زي ما اقولي لا لا انا عايز انا بنعكش حتة جوه كده نفسيا فيه شخصية عملتها فيه مسلسل اسم مسلسل الدم اه اكلا عملنا اربع اجزاء منه عملت بعديد شخصات كتير انما في نهاية المطاف مفيش حد يقابلني فيش يا ريس هاشم يا ريس هاشم يقولون يا جماعة ما انا عملت شخصات تانية مهمة غير هاشم انما هي الشخصية لقت استحسان مع الناس اثرت فيها فلاس حبتها بس انا عملت حاجة تانية اهم منها انما هم ما زالوا بذكروا هاشة الشخصية اللي هم مثلا بقالها من اربع سنين ولا خمس سنين هم مفكرين لحد الوقت ايه اللي كان اهم منها بالنسبة لها اتعاوز اقولي شخصية حبيتها انا يعني انا احبيت محمد الموجي جدا وحبيت جمال الدين الافغاني جدا اه ايه الدور اللي اخد منك مجهود كبير تتحضير ليه لا ما ما انا بكتهت في كل حاجة انا بكتهت في كل شخصية يعني حتى لو حعمل شخصية ضيف شرف بكتهت فيها لان في نهاية كله حيتحسب عليها يعني اي حاجة هعملها تبقى محسوب عليها كممثل فلازم اكتهت فيها بصرف النظر بقى عن اه لان انا ببسط وانا بمثل يعني بتحصل لي حالة سعادة كده سعادة وامبساط ومتعة وانا بمثل فبكتهد لا ما عندك ببشتغلش حاجة تانية على فكرة يعني ما بشتغلش اي مهنة اخرى انا بشتغل ممثل اه بس دي ملاحظة حقف عندها انه فيه ناس كتير بتبقى بتبحث عن مصادر اخرى للمعيشة في حال انه ما كانش راضي عن المصادر اللي بيتلقاها من خلال المهنة الرئيسة بتاعه هو شاطر على فكرة هو اشتر مني هو اشتر مني انه هو بيعمل كارير اخر جنب التمثيل اه فبيبقى اكثر او استثمار اخر بيبقى اكثر استقرارا وراحة مننا انا معرفش عامل كده يعني ليت انا مش هقولك ان انا ما حبش لا انا يريد يريد اعرف عامل كده ما بعرفش عامل كده لان كتلية تجربة في ان انا اعمل مشروع وفشل فشل زريعا لان انا مش تاجر ما عرفش ما بعرفش الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها كويس وبقى مخلص فيها جدا 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 وبتفانى فيها التمثيل لو حبيت تاخدني ما حضرتك والمشاهدين وجمهورك الكريم في الحياة الخاصة او الشخصية ايه اللي تحبت تشاركنا بيه ما بحبش اسأل اسئلة الاقتحامية انا بس سيب يعني المساحة اللي ضيفي فحضرتك ممكن تشاركنا بايه تحكينا ايه عن الكواليس الشخصية انا مراتي اه ليها في جزء كبير جدا من حياتي هي كانت يعني تحملتني في حاجات كتير جدا جدا في البداية يعني انها يكون مؤمنة بيكي اصلا مهم جدا اني يبقى حد شريك حياتك يبقى مؤمن بان انت اه كويسة فيبقى باكينج ليكي في البدايات انت بتكسبش فلوس على فكرة اه يعني بتشتغلي كده اه يعني بتحاول وتكتب اه يعني فهي واقفة معايا معانا فلوس هي واقفة معايا معيش فلوس هي واقفة معانا معايا يعني في كل الاحوال هي في ظهري باكينج في ظهري اه عمل مش عاجبني عمل مش عاجبني واحنا ما عليش فلوس اه فتقول له ما بتعملوش او بتقول لي لو مفيد لو مش مقتنع ما بتعملوش مثلا يعني ما فيش ضغط الحاجة اه فهماني اسوأ شيء للفنان ان هو يكون اقتصاديا تعت تحت ضغط حاجة اه انه محتاج فبيعمل اي دور فبيعمل اي حاجة فانا كان ربنا كرمني بزوجة لان لانها متربية ببيت اه اه كله فني يعني ففهمة يعني ايه ممثل ويعني ايه اه مشاكل الممثل ويعني ايه اه تركيبة الفنان بشكل عام يعني فكانت وقفة 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 في ظهري حتى هذه اللحظة يعني مش حقولك كانت لا كانت حتى هذه اللحظة هي وقفة في ظهري اه وانا بشكرها على على الهوى يعني اه عندي اه اه اربع عصوبيا عندي عبدالله وعبدالرحمن دول متخرجين من الاويسي عندهم 25 سنة وعند عمر في كله اعلام في الاما ايو وعند عمر في الفيوتر بيادر السياسة وقتصاد اه عبدالله اه حيبقى مخرج عمر حيمثل وانا كنتش عاوز يمثل اساسا يعني لاني مش عاوز يمر بالتجربة الصعبة اللي انا مرم بيها اشيفها صعبة اه صعبة طبعا صعبة بالتأكيد صعبة لان انت بتشغل على عصابك على جهازك العصاب بطول الوقت يعني طول الوقت اه جهازي العصاب مستنفر بشخصية بحاجة يعني طول الوقت لانها مهنة غير مستقرة اه يعني انا بشغلش مثلا موظف في شركة القطن مثلا فباجي اخر الشهر اخو مرتب فاعرف ان انا حقود عشرة سياغ لا هي مهنة غير مستقرة قد تكون كويسة السنة دي قد تكون السنة جامت وها كزا فلاو كنتش عاوز يمر بالظروف دي كلها علاقتك بيهم الانسانية بتروحوا تيجي في اطار ايه علاقة علاقة لطيفة جدا يعني انا انا اولادي صحابي اه دي جملة جميلة اه جملة جميلة اه يعني اما صحابي صحابي الاربعة يعني صحابي وعند عبر رحمان عبر رحمان ده 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 بيشتغل في 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 البيزنس يعني يعني هو خريج بيزنس بتاع في اقتصادي افضل من حارتك لا هو دماغه كويسة جدا ربنا يبارك لك في عمر بقى الصغير ده غو تصوير يعني اعتقد ان هو يعني هو اه 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 اعاوز يخلص الاول سياسة وصبعين يخش بقى معه السينما قسم التصوير بعد الهندسة معه بعد الهندسة نفس المصار انا اقول له ابنا تبتخش كنت انت خلت معه معه السينما من الاول وخلص احسني انا اتمنى طبعا انهم يكونوا احسن مني ويكون عندهم توفيق احسن من توفيقي اه اه وربنا يكلمهم ربنا يديك صح ويخليهم لك ويبارك لك في اسرتك الجميلة ويبارك لهم فيك وتفضل حالة الانسانية الرقية الحقيقة والثقافة الاسرية دي الجميلة اللي حضرتك قدمتهن ونقلتهن تفضل موجودة بينكم يا رب وربنا يبارك في رحلتكم اللهم امين ان شاء الله انا ممتنى لوجود حضرتك اللهم امين كرمتنا بوجودك وشرفتنا ونورتنا والقيمة الابداعية لحضرتك قدمتها تستحق كل تقدير وكل احترام وممتنين للرحلة الابداعية لحضرتك قدير أستاذ مفيد عشور شكرا لحضرتك ودايما نشوفك بخير يا رب والمزيد من الابداع مزيد جدا لك ربنا خليك مع حضرتكم من هذه الوقفة الانسانية الفنية الفلسفية وفيها الكثير من الابداع وتفضل القيمة ويفضل كل ما قدم بيحمل قيمة وبيحمل صدق وبيحمل اخلاص وبيحمل بحث عن الحقيقة الانسانية بعيدا عن كل التوابع المادية وكل التفاصيل اللي ممكن تشغل الناس ده اللي بيفضل وده اللي بيجلنا وده اللي بيكمل بعدنا وبنفتكر الحاجات القديمة نقول يا سلام شوف الناس كانت مخلصة لعملها ازاي شوف الناس كانت بتبدع ازاي بيفضل فيه أسماء طول الوقت بتعمل انتعاشة أو إحياء أيا كان نوع الركود اللي موجود في المشهد الأسماء اللي بتملك القيمة أو اللي بتقدر تقدم القيمة بنعتز في المساء مع قصواء بأصحاب القيمة وبنمتن لكل أصحاب القيمة اللي نورونا ومنهم طبعا ضيفي الكريم اللي شرفت باللقاء النهاردة الأستاذ والفنان القدير أستاذ مفيد عشور شوف حضراتكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من المساء مع قصواء لكم تحياتي قصواء الخلاف اشتركوا في القناة